طيب حب يا دكتور تبدأ بالإجابة على الأسئلة اللي قدت لك الخاص طيب تمام كان في سؤال عن شروق الشمس ولون شروق الشمس أو لماذا لما تشرق الشمس يتكون الشمس باللون الأحمر وقت الظهر بيكون اللون الأصفر أقرب إلى البيض وأثناء الغروب ترجع لللون الأحمر بلتاني بالإضافة له كان في جانب آخر للسؤال أنه طيب ليش لما تشرق الشمس في بداية الشروق بتكون الدنيا باردة ولكن وقت الظهر أو بعد الظهر بقليل تصبح الدنيا حارة جدا إذا كانت الحرارة جاي من الشمس طبعا فعليا الأمر بسيط بكل بساطة أنه الضوء القادم من الشمس ولما نتكلم عن الضوء نحن نتكلم عن كل الموجات الكهرومغناطسية القادمة من الشمس بما في ذلك الأشعة تحت الحمراء اللي هي بتعطينا الإحساس بالحرارة والدفن وكل الموجات الراديوية أيضا المهم الحرارة اللي قادمة من الشمس والضوء القادم من الشمس عندما تكون في لحظة الشروق هي تمر في مسافة أكبر من الغلاف الجوي هذه المسافة الأكبر من الغلاف الجوي تسبب تشتت لهذا الضوء القادم من الشمس بشكل أكبر وانكسارات مختلفة لهذا الضوء بحيث أن الضوء الأحمر بالطول الموجي الأكبر هو اللي بوصلنا بشكل أكبر من الألوان الأخرى اللي إما يتم انكسارها بأشكال باتجاهات مختلفة أو امتصاص أجزاء منها كمان فاللي بوصلنا إحنا هو الجزء اللون الأحمر هذا السبب نشوف السماء باللون الأحمر ومنشوف الشمس أثناء شروقها مختلف لونها عن لما تكون أثناء الظهيرة الوقت اللي بيكون الشمس فيها تقريبا فوقنا لما تكون فوقنا هي بتمر بمسافة قصيرة من الغلاف الجوي ما بين عشرين ومئة كيلومتر مقارنة بمئات الكيلومترات لما تكون بشكل عرضي اللي هي وقت الشروق وغروق فالضوء اللي بيحصل بيكون فوقنا زاوية الانكسار أو التشتت اللي بتحصل له كمان أقل لما تكون فوقنا لهذا السبب نشوف الشمس نشعر كأنها تقريبا صفراء مائلة إلا البيض وقت الضهيرة خصوصا إذا كنت في مناطق الجنوبية والشمس متعامدة عليك تشعر أن الشمس فوق راسك وبتحس أن الحرارة اللي واصلك منها أو الألوان تبعتها يعني شديد أصفر فاتح جدا مش أصفر حتى اللي هو المعتاد عليه في دول الشمال لأنه مناطق الشمالية الشمس أمرها ما بتتعامد عندهم فهذا السبب بكل بساطة المنطقة اللي بتمر فيها ضوء الشمس أثناء الشرق والغروض مسافة أطول بكثير من المنطقة لما تكون الشمس فوقك وبنفس الطريقة كمية الحرارة الواصلك منها اللي هي الأشعة تحت الحمراء بنفس الطريقة تكون واصلك بهذا الشكل أبرغ في الغلاف الجوي حصلها انكسارات كثيرة تشتتات كثيرة عبل ما وصلت لعندك بالإضافة لهيك درجة الحرارة ما بترتفع مفاجأة ما في إشي اسمه والله أنا بمجرد ما أعطيك الشمس راح تصير درجة حرارتك أربعين لا الدرجة الحرارة تراكمية تبدأ ببداية النهار تزيد 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 لحد وقت الضخيرة كل هذه الفترات الشمس عمالها تعطيك طاقة وحتى لبعد الظهر تستمر في إعتاقات طاقة لهذا تستمر درجة الحرارة إحنا يعني في بين درجة الحرارة والشمس فإلى حد معين وبعدين تبدأ كمية إشعاع الحرارة تكون أكبر من كمية الطاقة الواصلانة من الشمس وبهذا تبدأ درجة الحرارة تخف مع الغروب ومنبدأ نشعر في البرودة في الليل وهكذا الدورة تحصل مرة أخرى درجة الحرارة التي توصلنا أو كمية الطاقة التي توصلنا تراكمية ما بنخسارها كلها مرة واحدة شوي شوي بتزيد درجة الحرارة إلى أن تصل إلى ذروتها بعدين بتبدأ تقل مرة ثانية بعدما الشمس يكون وصلت لدرجة معينة الانكسارات فيها بتسمحش للحرارة أو كمية الفقد من الحرارة أكبر من كمية الاكتساب من ضوء الشمس أمر بسيط هي حتى معادة يعني الحل إلو جيومتري أكثر مما إنه حل آخر فأتمنى إنه تكون الإجابة على هذا السؤال واضحة لكل اللي عندهم يعني لبس في الموضوع وبس سلامتك يا دكتور سلامتك يا دكتور جاوبنا على الأسئلة اللي جلت لنا الحقا لأسئلة رومات سابقة طبعا دي الروم رقم 14 على ما أعتقد لإسأل بتاع الفيزياء وأحب أذكر الجميع إنه الرومات بتاعتنا كلها متسجلة فوق في اللينك اللي موجودة ده بالإضافة طبعا للريبلي على الكلاب هاوس اللي تلاقوه في نادي منتقى العلوم وعلى البايو بتاعنا وكمان في روم تانية دكتور نسيم بيعملها اسمها روم التفيزياء سؤال وجواب بتبقى عادة يوم السبت إلا إذا كنت حتحقا تغير معدها يا دكتور برضو في نفس التوقيت يعني بتبدأ حوالي الساعة 12 بتوقيت نيويورك عشان خاطر اللي فاتوا حاجة هنا ممكن يجينا برضو حيلاقينا نفس الناس موجودين هناك إن شاء الله الأسئلة اللي احنا بنقبلها هنا أسئلة عامة في الفيزياء في أي تخصص ولو قدرنا نحنا لو في خارج تخصصة السادة اللي موجودين بنحاول نجيب الإجابة زي ما دكتور سامر عمل كده وجاب إجابة وجاوب عليها في الروم اللي بعد كده فالريز هاند مفتوح معنا أول صديق الأستاذ وائل تفضل يفهم في سؤال اللي جاني على الباكتشانل قبل ما يطلق الأخواء المعانا من إبراهيم جبور السؤال هو هل أثبت العلم أزلية الكون وهذا السؤال نتركه لإلك يا دكتور معتز هل أثبت العلم لا لا لم يثبت طبعا لم يثبت لا يوجد أي إثبات على هذا الموضوع نحن لا نعلم يقينا أو يعني على أنا ما بقول يقينا برضو دايما كده أخطك فيها بعدها جملة على قدر ما يسمح لنا العلم من اليقين يعني بين قسيم كده علشان برضو الأمور تبقى واضحة اليقين عندنا دايما يعني ما هواش 100% بس خلينا نقول أن العلم لا نعلم يقينا تاريخ الكون إلا عند بداية الثانية عشرة الصناء الستة وتلاتين تقريبا من اللحظة الأولى إذا حق تسميتها بذلك وهو رقم صغير طبعا ولكن حصل في حاجة كتير يعني يعني الرقم الصغير دوت هذا الكسر الصغير من الثانية حصل فيها كتير قوي ما نعرفهاش لسه عندنا فرضيات لها وافترضات لها ونظريات رياضية لكن غير مسبتة معمليا ولذلك لا نستطيع أن نتحدث بعيد قدر من الثقة عن ما حدث قبل هذا قبل هذا الوقت احتمال أفضل أداعينا يا دكتور هي أفضل أداعينا حاليا هي المحاكاة إنها لما نحط معادلاتنا ونحطها في محاكاة ينتج عندنا ما يشبه الكون اللي نحن عايشين فيه حتى الآن معادلاتنا نشكلها صحيح شكلها صحيح الله أعلم يعني إذا كنت سنكون صحيح يجب أن نوضح برضو نتكلم بكل الوقت على التونير على الكون المنظور عدد دكتور معتز ووضح لي أكتر من مرة معلوماتنا عن الكون المنظور صحيح صحيح كنت بوضح أن كلامنا دايما بيكون عن الكون المنظور مش عن الكون بالكامل الناس بتاخد الجملة دي وتجريبيها شوية صحيح صحيح دي ضقتة مهمة برضو ولاحظت فيه كتير من الخلط ما بين الكون المنظور وما بين الكون ككل اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة يعني فصحيح زي ما فيه حدود في الزمن الغاية الثانية الأولى والعشر وصناق ستة وتلاتين من الثانية الأولى فهناك حدود مكانية لمقدرتنا على الرؤية وهي الكون المنظور أستاذ واقل اتفضل يا فاند مش عرفتنا السلام عليكم أهل بك يا دكتور منورنا لو سمحت يا دكتور يا دكتورنا العزيز أنا كنت بس بس أسأل على المدارات الطاقة اللي موجودة في النواة هل العلم وصل لها ولا لا إن التروتونات والنيترونات مرتبة في مدارات لا لا أصدق إلكترونات إلكترونات تقصد يمكنك لا 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 ما بكرينش حركة المنظور أنت قصدك حركة الفروتونات والنيترونات داخل النواة نعم 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 أنا على حد علمي ما فيش حركة ليهم ولا يا دكتور هو فيه بس حسب التوزيع هو التوزيع تفضل مش هي سوب بتكون برضو هي نوع من الخليط على حسب الموديل بالضبط على حسب الموديل لكن أبسط موديل بيوصف الموضوع ده بنسميه جلوبر موديل رجل اللي أخذ فيها أجازة نوبل هو بيشوف أنه هو توزيع إحصائي أكتر منه التوزيع لكن في ناس لكن لازم يكون له مستويات مش هو مستويات طاقة فيه حالة غير مستقرة من الاهتزاز بتكون في شكل عشوائي بتاخذ على بعض القوانين لاحتمالاته التوزيع داخل النواة نفسها لكن مش بشكل مستويات الطاقة اللي هو زي اللي بنشوفه على على الإلكترونات داخل الزرة اللي ممكن يكون موجود هو توزيع الكواركات داخل البروتونات والنيترونات هنا هيكون فيه وده وهيكون فيه ويكون فيه الموضوع هياخد شكل مختلف عن التوزيع البروتونات والنيترونات داخل الأنواة نفسه وإن كان حالياً فيه مشروع اللي هو بدأ هنا في خلاص خدنا الفاند بتاعه تقريباً الاليكترم آين كولايدر وده هيكون غالباً عشان نشوف حاجتين توزيع الكواركات والجولونات داخل النيوكليومز اللي هي البروتونات والنيترونات وتوزيع البروتونات والنيترونات داخل داخل الأنوان داخل الأنوات الصرارات نفسها يعني إن شاء الله إن شاء الله يعني هتلاقوا إن شاء الله البروتونات متوزعة في مدارات زيها زي البروتونات بالظبط نفس المدارات السابعة برضه بإذن الله حضرتك في تكر الكلام اللي أنا قلت ولحضرتك بس مش أكثر هتقول لبنين مش عايز اتكلم ليه لان حظتك ما اضرط على ادخال مشكلة اولا مش هاسأل انا مش هاسأل انا انا مش هاسأل شكرا جزيلا شكرا شكرا اه الدور على استاذ وايل استاذ بسمارك حابب بس انوهل الاخوان اللي تحت انو احنا رح نحاول نطلعكم باسرع وقت ممكن فيعني اللي رفع ايده بس طولوا بالكم شوي ان شاء الله بتطلعكم معا اه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اه كيف حالك اه دكتور معتز اه اه يعلم الله اني اني اصلاح اي شرطك طالعيندي اه دكتور معتز الحقيقة انو ابغى اسألك على الشغل اسمعت فيها حديثا تمام فمستغرب من الكلام اللي اسمعته اه ممكن تكون معلوماتك فيها شيء من الخطأ ولكن طالوا عمرك اه سمعت على مفاعل نووي جاسين يسووه في فرنسا اقرب ما يكون الى شمس مصقرة يعتبر حاجة استثنائية حاجة ما ادري هل هو يعمل بالطاقة الانشطارية ولا بالطاقة الاندماجية حلو؟ طيب اه المفاعل هذا مدى خطورته ومدى الفائدة منه واش ممكن يسوون حاجة يعني او انهم يبغوا يسوون حاجة اه يعني الى اي درجة يعني اه هو في حدود لقدرات البشر يعني الحاجات اللي ممكن يبغوا يسوونها او في شيء يعني المجال مفتوح على قولهم يعني ممكن يسوون حاجات الى ما حاجات يعني ممكن اكثر من المتوقع اسمح لي دكتور هذا الاسبال الخبر صدر انا مفاعل اللي حاصل انه فيه تجارب كثيرة مش بس في فرنسا لكن اعتقد اللي وصل في الاخبار مؤخرا كان في المملكة المتحدة اليوكي كان انهم شغلين على مفاعل اندماجي اللي هو الفيوجن رياكتورز المفاعلات الاندماجية تعد انها تقدمنا طاقة تقريبا غير محدودة هي نفس الطاقة مصدر الطاقة الموجود في باطن الشمس والنجوم اللي احنا بتنتج عن طريق اندماج الهيدروجين وتحويله الى ذرات هيليوم سواء كان هيدروجين عادي او نظائر الهيدروجين مثل الديثيريوم اللي حاصل انه هذه العملية مش سهلة العملية هاي الصعبة جدا احنا استطعنا انه نعمل هذا الاندماج النووي في القنابل النووية او القنابل الهيدروجينية لانه احنا استخدمنا اشياء اخرى بتسمح لاننا نرفع درجة الحرارة الى درجة الحرارة اللازمة لبداية الاندماج النووي وكان هو عبارة عن تفاعل غير متحكم فيه يعني انفجار احنا مش عمالنا نستفيد منه هو القوة تدميرية كبيرة في حالة المفاعلات النووية هذه فانت تحاول ان تحافظ على هذا الحصل النتيجة اللي حصل عندك لفترة طويلة وتكون كمية الطاقة الناتجة منه اكبر من كمية الطاقة الداخل اليه فهذه الشيء بيسمح لنا انه احنا نولد كهرباء بشكل او طاقة يعني غالبا على شكل كهرباء بشكل كبير جدا وبشكل efficient كبير بشكل كبير اللي حاصل انه العملية صعبة لانك انت حتى تحتوي تفاعل بمية وخمسين مليون درجة مثلا سيليزية او كلفن يعني نفس الشيء في هذه الحالة انت بحاجة الى يعني التوليد مجالات مغناطسية قوية جدا والاحتواء هذا التفاعل والعملية مو سهلة بالمرة ودول العالم تتنافس في هذا الموضوع بشكل كبير جدا الصين عندها مشروع وامريكا في عندها اكثر من مشروع ودول اوروبا كمان في عندها اكثر من مشروع السبب في السعي وراء هذا الموضوع انه هذه طاقة نظيفة وثانيا رخيصة الوقود المستخدم فيها رخيص جدا الهايدروجين بامكاننا احنا ان نطلع من ماء البحر بكل بساطة عن طريق التحليل الكهربائي والديتيريوم يمكن ايضا استخراجه من ماء البحر بكميات معقولة ففعليا هذا يوفر لنا الطاقة بشكل مذهل كبير جدا مثل طاقة النجوم ولكن العملية نفسها من ناحية تقنية صعبة ومعقدة جدا هلأ في خطورة على الموضوع هذا؟ لا هو الخطورته والاشعاع الناتج منه اقل بكثير من المفاعلات الانشطارية وما فيش امكانية انه يحصل عندنا ملتناون مثل تشيرنوبل والفوكوشيما والهاي المفاعلات الاخرى اللي تحتوي على مواد مشعة اصلا الهايدروجين مش مشعة فانحنا لما ندخل في هاي العمليات ما عندنا امكانية ان تطلع عندنا مواد مشعة ولكن الخطورة تكمن في حصول التفاعل خارج عن السيطرة في مثل هاي الحالات التحكم في التفاعل ابسط اللي حاصل انه اعتقد الرقم القياسي يمكن للصين كان حوالي 57 ثانية من انتاج التفاعل الاندماجي هذا وكمية الطاقة المستخدمة في الداخلة اكبر من الطاقة الخارجة يعني احنا لسه ما ملتنا طاقة اكثر من الطاقة اللي وضعناها لانه رفع درجة الحرارة ل150 مليون بحتاج طاقة كبيرة جدا وليزرات وعملية معقدة فحتى الان احنا مش نجحين في هذا الشيء لكن يوما ما حتى اعتقد اسمه artificial sun عند الصينيين وعند كل محل بيسموا نفس الاسم تقريبا ففي يوم الايام اذا استطعنا انه نستمر في هذا التفاعل لفترة طويلة نعم نستطيع ان ننتج طاقة بشكل تقريبا لا نهائي ما فيه اشي اسمه لا نهائي ولكن بشكل تقريبا لا نهائي لانه احنا نستطيع نحصل الهيدروجين من ماء البحر ونحاوله الى طاقة الاندماجية اللي هو بتنتج من اندماج نواتين وفرق الكتلة بين الناتجة من هذه النواتين هو الطاقة اللي احنا بنحصل عليها فالامل في المستقبل القريب يعني هذا المهم المستقبل القريب الله اعلم المهم الامل انه هذا الشيء يحصل ونستفيد منه بحيث انه طاقة نظيفة ما بتحتاج الى وقود احفوري الوقود الخاص فيها ايضا متوفر بشكل كبير جدا الهيدروجين اكثر مادة متوفرة بالكون فيعني ان شاء الله تستمر الاعمال في هذا الموضوع وهذه مشاريع كبرى يعني عمل مثل هذه المفاعلات حاليا بتكلف مليارات ولهذا السبب ما فيش منها كثير في العالم والتطور اللي حاصل فيها موجود وسريع ولكن مش بالوتيرة العالية مثل الاشياء الابسط اللي يمكن عملها بخلينا نحكي بيئات الملايين هذا بمليارات بتكلف لهذا السبب التطور فيه بطيء بعض الشيء اتمنى انك تكون ملم بالموضوع بشكل واضح سلمت سلمت استاذ سامر طال عمرك طال عمرك اندي سؤالين حلو اولا طال عمرك الحين احنا سمعنا عن المفاعل النووي اللي يجيب طاقة داخل الغواسات النووية وسمعنا ايضا عن مفاعلات نووية تجيب طاقة تمام داخل الحاملات الطائرات طيب اذا كانت هذه التقنية موجودة وتعطي عمر كثير للطاقة تمام اه ليش ما تستخدم اه بشكل يعني بنطاق اعلى سمعت عن الصين انه لا انا قاصد مفاعلات صغيرة سمعت عن الصين طال عمرك انه تنتج مفاعل صغير تمام للطاقة خاص بالطاقة اه كفيل بانه اه يعني يضيء مئتين وخمسين الف منزل اه طيب التكنولوجيا على المنوال هذا ما شئ الى فين وهل مستقبلا يعني رايحين اه نستفيد من كمية الطاقة الناتجة عن اه اه الطاقة النووية بحيث انه يعني يكون يكون فيه اه مثلا استغناء الى حد ما اه ممكن يكون اه طاقة انظف يعني من غير استغلاء من غير اه يعني اه تعامل مع الطاقة الناتجة من الارض بالطريقة السلبية اللي حاصلة تمام انت خابر اه الوقود الفوري تمام تمام انا بفهمت عليك هذا سكالي اوضح لك المعظم اللي هي المفاعلات النووية حالية كلها الموجودة حاليا هي مفاعلات انشطارية بتعتمد على مادة تنشطر مثل اليورانيوم او البلوتونيوم او غيره طبعا او الثوريوم المهم انه هذه هي حتى الثوريوم ما فيش منه كثير لكن هو غالبا يورانيوم هذه لما تنشطر بتكون تعطينا الطاقة المشكلة فيها انه تكاليفها عالية تولد مخلفات نووية كثيرة جدا وصعب التعامل معاها يعني مشاكلها كثير هل هي تعطينا طاقة نظيفة نعم تعطينا طاقة نظيفة ولا تلوث البيئة وكل اشياء لهذه الاخرى ولكن تلوثنا بالاشعاع يعني فيه لها موجودة وهناك مفاعلات صغيرة منها وهناك مفاعلات مايكروية وهناك حتى مفاعلات على مستوى مركبات فضائية بيتم استعمالها مش مفاعل كامل يعني هو بس بيعتمد على الطاقة الناتجة مثل بيستعملوها في مسبار فويجر مثلا والمركبات اللي هطت على المريخ مناطق ما فيش فيها بشر لو صار في تلوث مش مشكلة لكن عند البشر حول البشر مشكلة لأنه الاشعاع هذا يسبب لنا أمراض إحنا هو سرطانات وخبيثة جدا المفاعلات الاندماجية ما فيها نتيجة الاشعاع منها قليلة جدا اللي حاصل إنه الآن هناك توجه للمفاعلات الصغيرة هاي مايكروية وحتى فيه دكتور كان يدخل معنا من الكويت هو متخصص في الميكرو رياكتورز تخصصه فمثل هاي إنك أنت تكون عندك مفاعل صغير صغير يعني بحجم غرفة مثلا تستطيع أن تتعامل معاه وتنتج الطاقة منه بشكل يعني عالي القدرة المهم موجودة والعقبة الوحيدة هي عقبة تكنولوجية وثانيا عقبة أمنية لأنه مثل هذه المواد اللي هي المشعة ممكن أنه يتم أخذها من قبل أطراف يعني غير مسؤولة وتسبب نوع من التلوث البيئي التلوث الإشعاعي في منطقة معينة إذا تم التعامل معها بشكل غير مناسب هذه هي المشكلة الوحيدة يعني هذه المشاكل الموجودة اللي هي مشكلة تقنية وطبعا غالية المواد الموجودة فيها ومشكلة أمنية لا ينبغي المحافظة على مثل هاي المفاعلات تحت حراسة بشكل كبير جدا أنه ما حدا يجي حاول يأخذ الوقود هذا ويحوله إلى أي شيء آخر غير مناسب بس فهي موجودة يعني مثل هاي الأمور أستاذ سامر طال عمرك معروف أنه الألف بائية الإغريقية تمام هي اللي يكونها مسمى لعلوم الكبيرة الجديدة مثلا زي علم البرمجة زي لغاية البرمجة يقول لك ألفا بيتا داتا حلو طيب في حاجة موجودة للإشعاعات من القدم حلو اللي هي ألفا باتا ميكرون داما معروف أنه أقواها ميكرون طيب أسماء الإشعاعات ميكرون هاي جديد علم أنا بعرف أنه في ألفا وبيتا وقاما بس ميكرون هاي جديد لا أبو أبو أتسيونة للبطور الميكرون لكن الميكرون بس ما تشعب الكثير في النوكلير بس ما علينا سؤالين آه في في ألفا بيتا قاما في السؤال أنه فيه إشعاعات معروف أنه تدريجيا حلو ألفا أخفهم بيتا قاما الأفروض أنه آه ما أنا متأكد أنا من الحرف بس هو الحرف يعني رابع رابع أنه أقوى من اللي سبقه طيب آه الألف باقي يطال عمرك أنت خاضر حلو ثلاثين حرف يعني ف يعني هم وقفوا هنا بعد كده تكلم عن أشعاعات إكس أشعاع السينية تكلموا مسميات تانية ليه ما استمر التسمية ولا ولا كل مسمى منها أنا عايز أقول لحضرتك ما الصالحة أولا هذه الأشعاعات آآ اكتسبت أسمائها لأسباب تاريخية آآ ليه؟ لأن احنا اكتشفتها بعد كده أنها مختلفة تماما عن بعضها يعني أشعة إكس مثلا هي أسعة آآ ريديو إلكتروماجنتيك كهرومغناطسية ولكن أشعة بيتا هي ليست في الواقع إلا مجرد إلكتروناتر لكن هي لسقت بها هذه المسمية لأسباب تاريخية فمش بالبساطة الواحد يقول أن أصل عندنا أنواع من الأشعة فسمناهم ورقمناهم لا هم كل حكاية أنها اكتشفت في ظروف تاريخية معينة وطلق عليها أسماء إلى أن يتضح ما طبيعتها جاما مثلا لست إلى بعبارة عن فتونات فتونات من الضوء ولكن عالية الطاقة وهكذا فهذا يمكن أن يزيل اللبس في الموضوع هذا يعني نوعية الإشعاعات التي تكلم عنها الدكتور المعتز هي ثلاث أنواع مختلفة أشعة ألفا هي أنوية ثرات هليون أشعة بيتا هي إلكترونات وأشعة جاما هي فوتونات مثلها مثل أشعة إكس مثل الطيف الكهرومغناطيسي كله الضوء وغيره ولكن بطاقة عالية جدا فلهذا السبب كل واحد سموها حسب ما اكتشفوها حتى أشعة إكس كان اسمها أشعة رونتينغن في يوم من الأيام بالضبط هي كلها أسباب تاريخية الحقيقة ودي للأسف من الحاجات اللي دايما تلخبط الطلبة وإحنا بندرس لهم لأن يعني نقول لهم بيتا راديشن يقول طب ما تقولوا إلكترونات يعني يخذ بالك خلاص هي الإسم لزق يعني بسبب الأسباب التاريخية الطريقة اللي اكتشف بيها الأسماء اللي للأسف لزقت فمعليش اسمحلي يا أستاذ بيس مارك اللي ماشي الدور فمنتقل بعد كده شكرا لكم عفوا يا فنش شكرا لك دكتابة فالله يساك شكرا لكم جميع ارتزلولو تفضليفا أهليم مساء الخير يا أهلا وسهلا تفضليفا أهلا بس أنا عندي يعني كذا سؤال يعني إذا تقدرون تتوقعوني تفضليفا ما هو أنواع الأشعار الطبيعي زي ما كنا عمالنا بنحكي الآن فيه إشعاعات كثيرة ولكن الإشعاع عادة أبي الطبيعي طبيعي مشكل زي ما حكينا احنا فيه عندنا نرشق حد تقصد فيه كلمة طبيعي يعني حسس هن فيه معنى معين حضرتك عايزة تصادره وما المقصود بكلمة طبيعية كلها طبيعية بمعنى كلها موجودة في الطبيعي لا لا ما في ما في يعني جسد مثلا إنه شيء أبغى أعرفه أو بالتفاصيل لا بس يعني أبغى أعرف مثلا الإشعاع الطبيعي يعني الأنواع آآ الإشعاع الطبيعي يا زي ما أعتقد الدكتور سامر كان هيقول هي الإشعاعات عندنا نوعين يقيمة جثيمات يقيمة موجات كهرومغناطسية وهي في الواقع مرضو جثيمات بس يعني بنقولها مجازا كده بنقسمها فهذا نوع الإشعاعات اللي نتكلم بها فنقدر نقسمها كده كنوع من نوعين كبار فيه نوع اللي هو جثيمات بتتحرك زي الإلكترونات وأنوية الهيليوم زي الألفا والبيتا وفيه بقى الإشعاع اللي هي تعتبر جزء من الطيف الكهرومغناطسي اللي هي بقى بشغالة زي ريديو ويفز والإكس رايز والكلام ده كله دي أنواع الإشعاعات فيه كمان مع دكتور معتز اللي هي بسموها الإشعاعات الكونية هذه برضو عبارة عن أنوية ذرات أو يعني أنوية متأينة من الشمس مثلا من الرياح الشمسية من مناطق بعيدة في الكون بسبب يعني ممكن انفجار سوبر نوبا أو غيره لا بتوصلنا وإحنا بنرصدها على الأرض هذه بنرصد مثلها موجودة توصلنا إلى حتى يعني سطح الأرض وهي بتكون بطاقة عالية جدا إحنا بنسميها مجازا مجازا بنسميها أشعة كونية ولكن هي في الحقيقة أنوية ذرات وأحيانا بتكون ثقيلة بتجينا من مناطق كثيرة من الكون الإشعاع الكهرومغناطيسي إذا خلصت عندي سؤال ثاني بس بشكل سريع الإشعاع الكهرومغناطيسي بيشمل طيف كبير جدا 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 بيبدأ بالموجات الراديوية المنخفضة تتردد إلى موجات المايكروويف إلى موجات الأشعة تحت الحمراء إلى موجات الضوء كله بكل الألوان إلى موجات الطيف أو الألترا فيوليت اللي هو الفوق بناسجية ثم أشعة أكس هذا الطيف كبير جدا 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 إحنا بنتكلم من أطوال موجية بكيلومترات إلى أطوال موجية بالنانومتر ويمكن أصغر كمان يعني هذا الطيف كبير جدا بسمى كلياته اللي هو الطيف الكهرومغناطيسي طيب سؤال هل الجوال الموبايل يشكل خطر على مثلا الوجه أو الدماغ أو لا أسمح الله سبب سرطانات والله إحنا حسب معرفتنا الحالية الطاقة الصادرة من كل الأجهزة المحمولة اللي إحنا نستعملها وبما في ذلك الواي فاي في البيت كلها نفس الترددات هذا بيسموها في الطيف الكهرومغناطيسي اللي هو في جزئية المايكروويف تقريبا أو أقل منها بالرديو فريكنسي هذه كلها مواقع أو إشاعات غير مؤينة يعني لا تسبب إنه الخلايا اللي عندك تفقد إلكترون وتتحول إلى آيونات وبالتالي ممكن تصبح في الراديكالز وتسبب سرطانات أو تسبب كسور في الـ DNA للإنسان فإحنا فعليا كبشر منذ بدء الخليقة ونحن نتعرض للمايكروويف شعة المايكروويف القادمة من الكون 24 ساعة في 24 ساعة في اليوم منذ بدء الخليقة إلى الآن وما في حد فينا تسببت هذه المايكروويف في مشاكل أكثر من العمل كما لا أعلم يعني تشوف أنت مثلا المخاطر أو لا سمح الله يعني الإشعاعات اللي تيجي منها أنت تشوفها يعني ما فيها ضرر أو نسبة قليلة الضرر أو ما حتكوّل المشكلة كلها في الآتي المشكلة إنه حتى لو فيها ضرر تفتكري نتصرف معها إزاي المشكلة فيه ناس بتقول أنا ماشتريش موبايل عشان خطر ما يضرنيش لكن في الواقع إنه وجود الموبايل من عدم ومش هيفرق في شيء الموجات دي موجودة في الفراغ اللي حوالينا سواء معاكي موبايل أو ما معاكيش فلو فيها إزية فأنت بالفعل تتإزي للأسف الشديد لكن إذا ثبت يوم منذ الأيام إن هذه الموجات فعلاً بتسبب ضرر هنا نتوقع إن وعتقد إن لم يثبت ذلك حتى الآن فهنا نتوقع إن هذا يشكل ضغط على الجماعة بلي بيصمموا هذه الأشياء إنهم يلاقوا طريقة يخلوا فيها هذه الموجات غير مضر ولكن حتى يومنا هذا لم يثبت وجود ضرر أو من عدمه وما تنسيش برضو إن هذه التكنولوجيا كلها جديدة نسبية يعني أنا الموبايل ده الناس يعني يمكن كلكم أصغر مني في السن الموبايل ده أنا أذكر عالم لم يكن فيه موبايل من 20 سنة فقط يعني إلا وممكن أقل من ذلك فهذه الأجهزة جديدة وبالتالي عدد الأبحاث المامولة على تأثيرها على الإنسان أعتقد أنه لم يصل بعد إلى القدر الذي يعني يجيب على هذا السؤال بصورة قطعية الله يا دكتور تعرف إحنا فيه أبحاث من التسعين تشغال على هذا الموضوع وإحنا صار في عنا حوالي 30 سنة يعني تقريبا في عالم التلكوميونيكيشن زي ما حكيت الإشعاع المايكرويف الخلفي هذا يوصلنا منذ بدء الخليقة حتى من قبل ما نعرف أنه موجود هذا أولا ثانيا إحنا تشمس بنحصل منها على أشعة كخروماناتيسية في كل الموجات الطف 24 ساعة ومش 24 ساعة طول فترات النهر طيب معليش يا سامر بس يعني الفوق بنفسجي بيسبب لنا مشاكل نعم طيب الآن الأشعاع الشمسي يعني في يعني يسبق كثير إنه مفيد يعني فيه جزء منه مفيد وفيه جزء منه ضار لهذا السبب إحنا في تعرض لأشعة الشمس لفترة طويلة سابت عنه إنه قد يسبب صراحة الفيلت نعم وهو خصوصا في موجات الألترافيلت اللي هي فوق بنفسجية وهذه موجات مؤينة أنا حكيت لك في البداية في موجات مؤينة وفي موجات غير مؤينة موجات الألترافيلت اللي هي فوق بنفسجية تسبب نعم إنه الإلكترونات تحصل على طاقة كافية إنها تطلع من مدارها إذا طلعت من مدارها تتحول الإلكترون البدرة هاي تتحول إلى آيون والآيون هذا سريع التفاعل مع الأشياء اللي حواليه ممكن تسبب تكسر في الـ DNA وبالتالي حصول السرطانات ومنها سرطان الجلد المعروف جداً لهذا السبب كثير من الناس بيحب يدصحوكي بالـ SPF اللي هو الكريم علشان طبور طويل النهاردة فحنستمر في الدور شكراً أستاذ حسين منوّرناك المؤتدية السلام عليكم ونزكاً دكتور معتاز دكتور سامر بشواندس عظي دكتور نيسين أنا لأي سؤال برضا دكتور معتاز طبعاً حضرتك عارف إن النسبات اعتمد على الجيومتر بتاع ريمان هل هناك أي نشطين اعتمد على إنحناءات أخرى مثلاً يعني أو تفسيرات أخرى غير ريمان مثلاً يعني مثلاً زي التورشين لا أعاوزك توضح لنوطة دي بقى عشان أنا كده حاسي إن أنا نتائه فيها برضو لا هي النقطة كالآتي إنت لما تيجي تدرس هندسة ريمان الأصلية ستجد إن إنت عندك نوعين من التنسورز اللي بتحقق وصف كامل وشامل ومتكامل لأي منفولد تستطيع أن تضع لي مترك هذين الشيئان هم الكرفيتشور تنسور اللي احنا بنسميه ريمان تنسور وحاجة تانية اسمها التورشين تنسور أينشتاين افترض إن التورشين تنسور صفر عندنا تغييره صفر مفيش عندنا تورشين لا يوجد تورشين في الفتاعة ووجد إن هذه الرياضيات بدون تورشين كافية لتصف الظواهر اللي تحصل معنا في الطبيعة ولكن لم يمنع هذا الكثير من بتوع الرياضيات والفزياء النظرية مثل كارتان مثلاً في بداية القرن العشرين حتى إن هو ينظر فيه نظريات أخرى قد يكون فيها تورشين المشكلة إن في هذه النظريات إنها لا تتنبأ حتى يومين هذا بأي زواهر مختلفة عن زواهر النسبية العامة وبالتالي يعني حطينها كده على جنب بندرسها كنوع من المحاولة الفهم أكتر ولكن في النهاية إحنا بنعتقد إن مفيش تورشين في السبيس تامي اللي إحنا عايشين فيه تماماً يكون دا جاوبة على سبع الحضر تمام تمام جميل إنها ما أضافت لنا ما أضافت لنا لا دقاء أكتر ولا تنبؤات أكتر في يعني إنت حتعقد الموضوع أكتر ليش هو بتعقد فقط في حالة ما يكون في عندك نقص بس أما لما يكون عندك نفس النتائج وسطة فإنت ما بتعقد وبيتظلك دراسة فقط لمحاولة بالضبط وحتى الظواهر الأخرى اللي بتتنبأ بها التورشين فيه أو التورشين فيه أو التورشين ثيريز لم ترصد حتى الآن يعني بتتنبأ بشي يا دكتور معتاز لا تتلاقي الكلام ده في الشابتر عشرة هاي يا دكتور ما نعارب ما نعارب بزاكر كويس هو دكتور عشان ما فاهم بس زاكر بقى طيب السؤالي الثاني عشان أنا كنت تكلم لأنني كليت عليها بس مش مشكلة أنا سؤالي الثاني على طول عشان اللي وراي فقط دكتور معتاز بيقول أو في كتابه يعني بيقول أن كلما زادت الكتلة والطاقة زادت أنحناء إزا ما كان إذن بقى يا دكتور ليه مجال الجاذبية بيبقى قوي مع أنه هو أضعف شيء لا هو أضعف شيء بالنسبة لإيه؟ هي مسألة نسبة يا سيدي الفاطر ما تيجي تقولي نسبة زي يا دكتور نسبة زي كتلة بتزيد على حال الطاقة بتزيد؟ اه طبعا طبعا الطاقة بتزيد كتلة بتزيد ما ده طبيعي تكفئين فإنت بيحصل إنحناء إضافي في الزمكان بحسب زيادة الكتلة والطاقة وبالتالي مجال الجاذبية بيزيد أو بقوته بتزيد لما تيجي تحسبها ولكن إحنا بنرجع نقول إن لما بنقول إن الجاذبية قوة ضعيفة فإحنا نقول هذا مقارنة بالقوة الثلاثة الأخرى بمعنى إن إذا جبت اثنين بروتون مثلا وتسألت عن قوة الجاذبية ما بينهم مقارنة بقوة التنافر الإلكتروستاتيكي ستجد أنها أضعف بمقدر بمعدل واحد وجنبها اثنين واربعين سطر طب تخير رقم قديم؟ طب تخير رقم رهيب فالجاذبية هنا من الضعف مقارنة بالقوة الكهرومغراطيسية بحيث إن إقدر نقول إنها ضعيفة ولكن إذا افترضنا إن ما فيش قوة كهرومغراطيسية يعني إحنا نتكلم في عالم ما فيهوش قوة كهرومغراطيسية أو قوة كهرومغراطيسية فيها نيوترل يعني هنا الجاذبية بتبقى دوميننت دوميننت يعني ما فيش غيرها بقى فإلا بديجي تقولي أنا عربت مثلا من نجم نيوتروني مثلا والنجم تروني خامل وليس له أي مجال كهرومغراطيسي أو من بلاك هول بردك ملوش مجال كهرومغراطيسي هنا الجاذبية هي اللي بتبقى الدوميننت ولكن لو إنت في مجالات أخرى المجالات أخرى دي في الغالب حتى هي بتغطي على قوة الجاذبية فهمت الفكرة؟ إنت لما جاذبية ضعيفة إنت لبنوها ضعيفة مقارنة بالقوة الأخرى يعني لازم القوة الأخرى جاذبية تبقى هي المسيطرة يعني لازم فيه مقارنة لازم نحط المقارنة ما باخدش في الاعتبار القوة الثلاثة الأخرى خالص لأن على الاسكيل الكبير القوة الثلاثة الأخرى ما بتعملش أي حاجة؟ كلها النيوترال وبتاع قوة مثل النووية بعدها ضئيل جدا يدوب بتخرج كده بصعوبة بره النواية القوة الكهرومغراطيسية المجرات بصفة عامة تعتبر غير مشحونة كهربيا وبالتالي ملهاش مجال الكهرومغراطيسي قوي فهنا ما باخدش في الاعتبار غير قوة التجازل ما بين المجرات تمام بس اعود لك حاجة يا دكتور محتاز المجد الميكانيكا الكام وسيد الاريان غضبان عليك على فكرة يا علشتما فاهم طيب انا حابة اقول لك بعدين يعملي سيد الاريان ده يلبس يلبس احسنه حابة قولك بيني وبيني اهلا بيك فادي بتحبه تاخده مسأمة ده خلي من الاسئلة اللي بالباكشانل ولا نكمل في الدور اول لا ده احنا عندنا انت مش شايف الهندريز طويل ازاي يانا تنكمل في الدور عندي اسئلة فعلا خلينا نكمل في الدور استاذ ابراهيم تفضل مساء الخير على الجميع اهلا مساء اه بعد اثنكم انا عايز اسأل عن بوزون هيجز اي انا اعرف يعني ان هو المسؤول عن الكتلة المادة ولكن انا عايز اسأل اسأل ابعد منك شوية عايز افهم اكتر بوزون هيجز وعايز افهم علاقته بالحركة هل ليه علاقة بالحركة ولا لا بالحركة يعني ايه بالقوانين الحركة اقصد يعني هل بيأثر على الحركة هجز فيلد مثلا يعني هو المسؤول عن اكساب المادة كتلتها صح صحيح هل ليه دور بقى في حركة المادة في حركة الزرات ولا ملوش دور لا هي مش كده يعني هي برضو برضو كبيرت بقى واضحين من الحاجة هي اصلية حتة ان ال بوزون هيجز هو المسؤول عن اكتساب المادة كتلتها دي دي بتيجي منين دي جاية من نظرية المجال الكومومي نظرية المجال الكومومي بتقول ان كل الاكسام التي تحت الزرية زي الالكترون وزي الكوارك وزي النيوترينو وزي كل اللي انت بتسمع عنه ده هي في الواقع مجالات كومومية والكتل بتاعتها اصلا تبدأ بصفر يعني بدايتها في الاول انها صفر الكترون كتلته في الاصل صفر الكوارك كتلته في الاصل صفر تفاعل هذه الجسيمات مع مجال اخر بنسميه الهيجز فيلد هو ما يعطي بعض الجسيمات كتلة كل هو ما يهدق سرعتها من سرعة الضوء بسرعات اقل من ذلك خلينا نقولها بالطريقة دي وبالتالي انت هنا بتتكلم عن الاصل خالص ان البيوزون هيجز هو اللي بيدي الاجسام كتلتها وبيبطق سرعتها من السرعة الطبيعية اللي عايزة تمشي بيها اللي هي سرعة الضوء خلي بالك من النقطة دي وبالتالي بعد كده بقى بنخش فيه ان خلاص هزير الجسام اكتسبت كتلتها واكتسبت سرعتها بتبتلي بقى تتعامل مع بعضها وتكون زرة فبوزون هيجز ملوش تأثير مباشر على حركة الزرة نفسها او عمد داخل الزرة ولكنه تأثير جيه في الاول ان هو وجوده في حد ذاته هو اللي بيدي يكسب هزيه الجسامات كتلتها مش عارف وضحت ولا انا ضخبطتك تمام لا لا اواضحة جدا كده اوكي فهم طيب ممكن سؤال تاني ولا كده هيبقى كتير طب بس انتبهت انت على كلام الدكتور اللي هو قصة انه لما بتعطيها كتلتها انت بتخفض من سرعتها وبالتالي نعم فهناك تأثير على سرعتها اه اه فهمت اه فهمت لان اي جسم الكتلته بصفر لا يستطيع ان يصير بقى اكثر من سرعة الضوء اه باخد بالك فهي اصلا الجساماتي اصلاها لو لو ما فيس بوزون هيكس لو بوزون زلاي يوجد في الحفل في الواقع هتصبح كل الاكسام بتمشي في سرعة الضوء الالكترونية بتمشي في سرعة الضوء والبروتونات بتمشي في سرعة الضوء مالهاش كتلة بقى مالهاش حل تاني غناته في سرعة الضوء فهو وجوده في حل ذاته هو اللي بيبطعها اه فيه كتل هو ما بيتفعلش معه يعني هو لا يتفاعل مع الفوتون ولا زيك الفوتون لم يكتسب كتل ويستمر سائرة بسرعة الضوء بس طيب طيب بس طيب بس شوي علشان انا حابب انه يكون بس مرتب شوي الاخوان اللي سألوا وحابين ينزلوا يعني تفضلوا انزلوا يعني على الاساس انه تفتحوا مجال للناس الاخرين اللي سألوا شكراً لألو فضل يا سيد جمعين السؤال التاني المادة المظلمة والمادة فيه مادة مظلمة وفيه الكون الغير المرئي احنا ايه الفرق ما بينهم واحنا ازاي اعرفناهم اعرفنا ان ده الموضوعين مختلفين عن بعض الجول المرئي ده بمنتهى البساطة هو حدود الرؤية بتاعت حضرتك نظراً لي ظاهرتين الظاهرة الاولى سرعة الضوء والوقت الذي يستغرقه الضوء حتى يصل اليك بمعنى ان لو فيه حاجة ابعد من عمر الكون واخد بالك انت لان تستطيع رؤيتها لان الفوتونات لم تجد الوقت الكافي حتى تصل الحاجة التانية ان الكون بيتوسع فالتوسع ده وبيتصرع في توسع توسع ده بيخلي افق الرؤية بتاعك بيصل الي حد معين انا دهما بضرب مثال انت واقف في مركب في وسط المحيط المحيط لا نهائي حواليك في جميع التجهات ولا نقض فرضا ان هو لا نهائي او كبير او ولكن انت لا ترى كله انت ترى حواليك دائرة هذه الدائرة هي مجال الرؤية بتاعك ولا تستطيع ان ترى ما هو خلفها هذا هو كون المرضى المادة المظلمة حاجة تانية المادة المظلمة هي مادة لا نراها ليه يعني اينا نراها؟ لانها لا تتفاعل مع الموجات الكهرى ومغراطسية وبالتالي لا تصدر ضوء ولا ينعكس عليها الضوء ولكننا نرى تأثيرها الجذبوي في الاجسام والاجرام اللي حواليها نرى مثلا ان بعض المجرات تدور بسرعات حوالي مركزها اكبر واعلى من السرعات اللي ممكن تدور بيها لو لم يكن هناك مادة مظلمة فنستنتج ان فيه هنا مادة زيادة حوالي خمسة وعشرين في المية من كتلة المجرة هذه المادة الزيادة احنا مش شايفينها ومش دراسة فده ظاهرة مختلفة عن ظاهرة الكون المرئي تمام تمام شكرا استاذ عمر اه اه او انا كان عند سؤال هو الاجزام البيضة والنجوم النيترونية بتفضل سابتة زي ما هي على طول الابد ولا زي السقوب السوداء بتتبخر بشايع معين زي شايع هوكينغ مثلا ولا هي هتفضل موجودة الا انا عرفوا انها هتفضل موجودة هي وصلت لأكثر درجات الخمول الممكنة شوف دكتور هو بالنسبة للنجوم النيترونية في عندها اي شيء بيصدر عنه طاقة عماله بيخسر جزء من كتلته في وقت من الأوقات هلا بتاخد سنوات طويلة مليارات السنوات على ما انها وهل هي تطبع الجزوم النيترونية دكتور انا ما عندش في معلوم بساعة هي بتكبر وبعدين في لحظة معينة بتوصل لكتلة معينة وبعدها بتنهار على نفسها لكن في حالة استقرار اكثر شيء استقرارا هي الثقوب السوداء هذه اللي راح تضلها تريليونات ممكن من السنوات بتتبخر فيها عن طريق اشعاع هوكينغ اللي هو ضعيف جدا 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 مش زي الاشعاعات الاخرى اللي بتطلع من نجوم نيوترونية وغيرها ففي النهاية كل شيء راح يضمحل هذه الاشياء بتضمحل مع الوقت احنا متكلم عن مليارات السنوات اكثر بكثير من عمر الشمس العادية لانه احنا عنا شمس تعنيتنا بتحرق وقودها وشوي شوي عمالها بتخسره بتخسر كتلتها وطاقتها واشياء اخر الاشرام السماوية الاخرى اللي مثل النجوم مثل الاقزام البيضاء والنجوم اما اشعاع كهرومغناطيسي او اشياء اخرى تانية النجوم النيوترونية بتكبر مع الوقت اذا زادت كتلتها وصلت حد معين في اعتقد بتصير بتتحول الى ثقوب سوداء وبتصير يعني في في حسبة لالها اللي بتتحول فيها الى ثقوب سوداء بس غير عن هيك بتخسر جزء من كتلتها تمام طب انا عندي سؤال تاني لو في بركة مية في العدة بتبقى سبتة لما الميتوبة بتتموك الجسيمات دي تموجات في الحقول والمجالات الكمية فعني ايه اللي بيخليها تتموك؟ يعني تتموك ليه بالزبط يعني ليه بالسبتة ليه ليه مش استاتيكية انت اصدق الجسيمات يعني اللي هي في المجال الكمومي يعني؟ هو اللي انا فاهمه ان الجسيمات هو بتتلم على مكروي يعني بتتلم عن حوض ما يعني فاكبير يعني اكبر من المجال هدا السؤال عن انه ليش تتموك الاشياء باليحوض في السائل؟ طب انا اعيد السؤال تانية واحاول لو في بركة مية في العادي بتبقى ثابتة امتى بتتموك؟ لما امي فيها طوبة تمام؟ تمام؟ الجسيم ده تموك في المجال الكمي لو انا فاهم صح ايوا؟ مش قوي لا مش تموك في المجال الكمي هو الكوانتم بتاع المجال الكمي المجال الكمي المجال الكمي وللاسف دي حاجة ما اقدرش ان انا اسهلها من هاي السورة الامجال دي مش مش معناها اهتزاز يعني تجاوزا ممكن نقول هي يعني حركة بين قصين بس ما هيش كده تمام طب هو ايه اللي بيخلي المجال ده يتحرك يعني ايه هو السابق؟ انه عندك فلود هو موجود من لا وقصده يعني ليه الكون ما تخلقش او ما تكونش بالمجالات دي سابتة وركدة وما فيهاش تماؤجات وفاش اكسايتيشن لا ايا الموضوع كله يعود الى الطاقة ايه لو عندك طاقة تعمل اكسايتيشن للمجال لو ما عندكش طاقة انا مفترض ان هو هيبقى على الاقل اقل درجة ممكنة من السبات وخلي بالك ان ما فيهاش اقل درجة ممكنة من السبات تحدزتها يعني فكرة ان ان عندي الطاقة ممكن تبقى صفر في الكوانتم ميكانيكس دي مش موجودة اصلا انا دي من عندي منموم انرجي اللي هي اللي بيسموها الفاكيوم انرجي هادرب لك مثال صغير اوي تعال امسك معي بندول بيتزبزب بندول كل ما تزبزبته تزيد كل ما طاقته بتزيد اقل مقدار للطاقة بتاعته ايه صفر ان هو بيبقى واقف كده في مكانه كوانتم ميكانيكس دي تقولك لعبة كوانتم كايز تقولك البندول الكومومي لا يمكن ان يستقر سابت كده في مكانه لازم عنده منموم امونت او بيبريشن مش ممكن ينزل عنها هتقولي جات منين اقولك هي كده يا ايه بحناش عن فين جات بقى نعرفش ايه هي قانون الكوانتم ميكانيكس بيقول انها لازم تبقى كده بس فانت ماينفعش يبقى عندك مجال راكن اصلا لازم فيه منموم من الطاقة تمام طبع انا اعرف لا طولت بس اخر سؤال بس عشان موضوع الطاقة السالبة دوت انا قرأت معلومة مش عرفة يا صح ولا غلط انا مش عرفة لي فمت ranchصح ولا غلط اذا في تجربة كازمير اللحين بيقربوا من بعض ولانا فاهم ان مجملة الطاقة لازم يبقى بصفر فالكائمات اللي هي برا اللحين بتبقى موجبة وجوه اللحين بتبقى سالبة فلانا فاهم ان فيها الطاقة او كنت لا سالبة انا عشان ما بقى محدد الطاقة سالبة مقارنة باللي برا مقارنة باللي برا مقارنة باللي برا لا بس واقع المفوض المجموع اللي اكتنه بصفر تقريبا صح؟ فاللي جهو قدل لبرة بس بالسالب. طبع عشان عبقى محدد اكتر. هون قلت في الموضوع في كتاب اسمه تاريخ موجز للزمن لستيفن هوكينج. ومش بتاكد سكنت في متى صحة اصلا. بس انا ورضو بيكلم بعدها. دكتور صاحب ينفع نقول ان الطاقة كمية متجهة ولو قلن ان هي كمية متجهة يعني فيها سالب وموجب. امتى تبقى متجه سالب وامتى تبقى متجه موجب. لا بس ما هيش كمية متجهة يا دكتور. ده جزء مهم. ما ينفعش حتى تخيالها ككمية متجهة. لكن هي اللي بتعمله ان انت بيبقى عندك اه 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 بتوين البلايتس بتاعت الكازمير بلايتس. والفيرشول بارتيكليز ديت بتاعها بيعمل اتراكتيف فورس على البلايتس. ده اللي انا فهمه. فاعتقد ان الطاقة الكلية جوه البلايت. بتبقى سالبة مقارنة بالطاقة اللي برا البلايت. وبالتالي بيحصل فرق بلايتس تتحرك. ده اللي انا فاهمه يعني بس يعني ممكن اه لو حد عنده اضافة. اه في السياق اللي انا قريته كان بتتكلم عن السفر عبل الزمن. فهو بيتكلم الكتلة العادية بتعمل تشوف في الزمكان. فبيقول الكتلة السالبة عتعمل زي سوك بدودي بس يرجعنا الورد. اه اه بدي قصة تانية. الماضي. الكتلة السالبة حدوتها تانية يعني. صحيح دكتور. اه. لا انت طاقة الكتلة. طاقة اللي بين كازيمير بليتس الممكن تبقى سالبة بين اللي براها دي حاجة. والطاقة السالبة اللي بيتكلم عنها في حالة دي حاجة تانية خالص. موضوعين ما تخلصهمش ببعض. اعتقد انا فهمت دلوقتي الخلطة عندك جمني. هي الفكرة كان آتي. سيبك بقى من كازيمير. ارمي كازيمير على جنب. كازيمير ده قصة تانية خالص ما لاش علاقة باللي حقوله لك ده. اللي حقوله لك ده ان هناك حل من حلول النسبية العامة اسمه الورمهول. السقوب الدودية. هزي الورمهول مسموح بها في النسبية العامة انها تتفتح وتتقفل. ولكنها بمعنى ان لو حصل موجودة في الطبيعة تفتح وتقفل على طول. ما تعيشش كتير. تكسر من الثانية وتروح. علشان تبقى ستيبل وتعيش مدة طويلة بحيث انه نقدر استخدمها. محتاجة للطاقة سالبة او لمادة لمادة طاقتها سالبة اسمها اكزوتيك متر. وهزي المادة طاقتها سالبة ابسلوتلي. يعني طاقة سالبة بمقارنة بالسفيس تايم اللي حواليها. ولا هيش طاقة بها هيش طاقة سالبة نسبية مقارنة باكسام اخرى. هزي المادة لا وجودة لا في طبيعة. ما لاش علاقة خالص بالكازيمير افاكت. احنا ما رصدناش حتى يومنا هذا. ولذلك اعتقادنا يومنا حتى يومنا هذا ان المهم هونز دي غير قابلة للوجود. ولو وجدت حي تبقى انستيبل لان مفيش حاجة اسمها اكزوتيك متر اصلا. فاهمت? فبدخلش الموضوعين سبعا. طب تمام شكرا دكتورك. طب تمام خلاص. استاذ متحك تفضل لخاني. مساء الخير لكو جميعا. في الحقيقة انا كنت الاسباق اللي فات سألت سؤال عن موضوع الزر اللي بتلاثق بالاسود. وبعت لحديثك لينك مش حبه اذا كنت كان لحديثك وقت شفته ولا لا. اما هو كانت شرح سامر المرة اللي فاتت. لا. مش كده ولا انا انا فكر ان قد شرحه فا. لا انت طلبت لينك فبعت لك لينك. اه اه اه. السوداء اللي حوالين البلاك هول غير الافنتورايزن اللي هي اكبر منها اللي زاوية تضوء فيها ما بتسمح لها بالعروف. هذه هي المنطقة اللي بصموها. ايه بالضبط تضوء كده المرة فاتت فا. كامل يا دكتور تفضل. بس فا اذا مش عارف اذا في كمال السؤال اعمق من هيك يا. هو كان السؤال بالزاد اه بالزاد. هو كان السؤال هو المادة اللي هي المضيئة في السوق الافنتورايزن اوكي مش مشكلة فيه المادة المضيئة اللي هي بيكون المادة المحيطة اللي بيقوم متهبة وكون فيها اضاعة عالية. اه اللي ريتوا الفهمتوا ان السوق الاسود نفسه حجمه. جسمه بيرمي الظل على المادة المترية اللي هي المتوهجة. وشكل الظل ده هو بيوضح بياشي بقى صراع الحجم السوق الاسود. وقتلته والشيء بتاعه. فهذا اللي اصدق لي. فانا مش عافل ازاي اصلا السوق الاسود. هو صعب. فهذا ما فهمتهاش. صعب انك ترميضل. لازم يكون فيه شيء. ما هو اسمع كده فعلا. ما هي اسمع كده فعلا. اه. ما هي اه. ما هي اه. ما هي والذل بكم بترية ثانية. عشان كده انا ما فهمش الظل بكم مهم فيش ضوء اساسي. واللي اقول لك. اعتبر انه في عندك انت زي الشيلز اللي هي يعني فقاعات من المناطق اللي انت ممكن تشوف فيها او ما تشوفش فيها او تدكت فيها. اهم اصغر جزء منهم اللي هو منطقة اللي احنا ما بنعرف عنها شيء. هي في داخل منطقة اذق الحدث اللي هي احنا ما بدنا بتكلم عنها برضو في داخلها. هلأ خارج في مطقة كمان احنا صعب تدكت اي اشي فيها لانه زوايا الضوء اللي سقط عليها ما بتسمح لنا تهرب. يعني هو الضوء لو كان من النقطة هاي تطالع باتجاهنا ممكن يهرب. بس اي زاوية تانية الانكسار تبع الضوء يعني او خلينا ملاش انكسار الضوء. الجي رسك تبع الضوء اتجاه الضوء راح يكون الى داخل البلاك هول. فهذه بتعمل ظل. هلأ اي طالعة من من البلاك هول هو اثرها من البلاك هول لكن مصدر الضوء من الخارج البلاك هول ورايح عليه. لهذا السبب هاي بمطقة كمان معتمة لكن مش بسبب انها في داخل افق الحدث ومش لانه الضوء مش ممكن يهرب منها ابدا. الضوء ممكن يهرب منها ولكن في زوايا معينة فقط هي اللي بتسمح له انه يهرب. غير عن هاي. تعتبر مظلمة. اه. لازم تكون رادية. لازم تكون بيشخط مستقيم بعيد عنه. اه. فالمهم كل ما تبعد هاي المنطقة هاي بتخف القود قدرة الجاذبية او قوة الجاذبية عن انها تسمح انه يرجع يدخل مرة تانية في داخلها الى ان تصل الى المرحلة اللي بتبدأ تشوف فيها الضوء عاد. لأ ممكن بزوايا كتير انه يهرب وبالتالي خلص ببطل هاي المنطقة الشادو. لكن المنطقة الشادو موجودة خارج هي فقط بسبب هادا الشيء. طب احنا احنا وين نشوفها هاي. هاي بنشوفها بالسوبر ماسيف بلاك هول. لازم يكون يعني فائق الكتلة علشان تمتد متل هاي المسافة اه بعيدة كتير. مثل اللي احنا صورنا هذا تبع ام ايتي سفن الشادو بتاعه اكبر من المجموعة الشمسية. ثلاث اضعاف المجموعة الشمسية او شي يعني رقام كتير كبير يعني هيك المسافة اللي هو بيغطيها. لكن هل هذا هو اليفنت هورايزون? لا اليفنت هورايزون اصغر من هيك. لكن هذي المنطقة اللي هو بيغطيها وبيحجب الضوء من خلفه انه يظهر امامه. او حتى من الزوايا اللي حواليه انها تطلع امامه. بس هذا هذا اللي انا فهمته من البيبرز اللي كانت اه انا ممكن بعدتك اللينك. بعدتك اللينك اللي انا عندي برضو انت شوفه بيقول لعليه. طيب تمام تمام. طبيع طبيع رايك في المعلومات الثانية بتاعة بتاعة قاعدة اليدليون. هذي كانت شيء مضحك جدا. قدización. خليني احكي لك بس اغلا بسيط هذه المغناطسية ممكن تش LUF فيها. فممكن ان تكتشف المغناطسية هذه من مسافات بعيدة. زي ما ما احنا نكتشف المغناطسية تبعال الشمس من الارض. يعني ما هناك انا مش بحاجة نوصل لها هناك علشان نشوف التأثير المغناطيسي على الأجسام اللي حوليها. وهذا الكلام مش صحيح ما إلوش علاقة في الموضوع. قاعدة اليد اليمنى هي عبارة عن تيار متحرك في مجال مغناطيسي بيؤدي إلى حركة أو قوة في اتجاه عمودي على الاتجاه للتيار فالكلام اللي كان يدحكه كان كلام غريب جداً. ما إلو علاقة بالفيزياء ولا إلو علاقة بأي شيء ومجرد كلام غريب. موسطح. لا ملاش دخل فيه. ربنا يجعل خلالنا خفيف عليه. الدور على الأستاذ خالد. السلام عليكم. أنا عندي سؤالين. فرطة. طريقة عملها. والسؤال التاني في الكولين. برضو الشرح مبسط كده عنه. كيف يتعمل؟ دعا السؤال لك يا دكتور سامر. كل اللي عرفوا عن البيان جونكشن إنها بتعمل كونتم تانيلي. أنا ما عمديش معلومة أكتر مكتر. لا بس خلينا نرجع إحنا نبسط المعلومة أكتر شوي في عنا إحنا مواد تسمى أشباه موصلات السيمي كوندكترز. السيمي كوندكترز هاي إلها خواص معينة إنه اللا تستبعتها بتسمح لها إنها تحت درجات حرارة كل ما زي درجة حرارتها تسمح بتمرير التيار الكهرباء. بس فإحنا استفدنا من هذه الخاصية بعمل كل الأشياء اللي إلها علاقة بالسيمي كوندكترز الحالية اللي إحنا نستفيد منها من ضبنها البيان جونكشن لما تكون واحدة لحالها بطلع عنا ما يسمى بدايود أو اللي هو شعار شو الدايود بالعربي. وإذا كانت عنا إحنا بي ان بي أو ان بي ان بي ان بنعمل ترانزيستور وهذي إحنا نستفيد منها في طبعا صناعة البيكرو بروسسر وأشياء كثيرة أخرى لأنه إنت إذا عرضت منطقة من اللي بسموها غيت إلى تيار معين أنت بتسمح بمرور التيار أو ما بتسمح فيه وبالتالي أنت بتعمل عدة عمليات من ضمنها أنك أنت ممكن تعمل لوجيك غيت وممكن أنك تعمل تكبير يعني بتعمل أمبليفكيشن للسيجنال اللي قادم من عندك تمام البي ان جونكشن هي أنت البي اللي هي بتكون بوزيتيف يعني هذه عبارة عن إحنا جبنا السيمي كوندكتر وعملنا له دوبينج أضفنا له مواد زي الملوثات خلينا نحكيه إلى المادة الأصلية علشان تكون فيها أماكن للإلكترون ينزل فيها فصارت كأنها قابلة لاستقبال الإلكترونات وبالتالي هي بي يعني فيها نوع من الإيجابية في الأماكن اللي فيها الأن مختلفة إحنا عملنا دوبينج بمادة فيها إلكتروني زيادة عن اللاتس الأصلية أو التركيب البلوري اللي بتكون موجود في المادة وبالتالي صار في إمكانية عندها إنه يكون في إلكترون حر ينتقل فبتكون إمكانية انتقال الإلكترونات فيها أفضل لما نحط التنتين جنب بعض بيصير في عندنا منطقة اللي بتسمح لإلنا إنه نتعامل معها بالتيار بمر بإتجاه واحد ولكن لما يجي يرجع بلاقي إنه في فرق جهد ما بيسمح له بالرجوع بظل في تيار بسيط اللي إحنا ما بنستعمله ما بنستفيد منه في مثال الحالات ولكن بالحالة العادية إنه ما تسمح لتيار إلا بالمرور بإتجاه واحد تمام فهذه هي أصلا فكرة الـ PN Junction لما نحط إحنا نعمل ساندويتش منهم PNP نتحول لترانزيستور وبسير بإمكاننا إنه إحنا نحط تأثير على الوسط اللي بيسمح لتيار إما بالمرور وإما بعدم المرور وبهذه الطريقة إحنا عملنا طريقة لتخزين واحد وصفر هذه الواحد وصفر إحنا بنستعملها في المايكروبروسيسور علشان نتعامل مع أشياء كثيرة طبعا مش بس ترانزيستور واحد إحنا بنستعمل مليارات ترانزيستورات في التلفونات مثلا في البروسيسورات التي بنستعملها في الكمبيوترات كل محدة منها بنعمل منها logic gates والlogic gates هاي بنطورها إحنا علشان تعمل عمليات رياضية وعمليات منطقية في داخل البروستيسرات وهذه يعني بداية الى الميكرو بروستيسر اللي احنا وصلنا له حاليا. تتمنى ان تكون الاجابة مستقلة. خالد. طب انتوا سامعيني يا جماعة بس تأكد. اه الصوت مسموع. هو يمكن عنده مشكلة ونحاك. طيب تمام. طيب. ننتقل في الدور. استاذ علي خليل. استاذ علي. انا سامعك يا دكتور بس عشان نتطمن. علي خليل. عندك سؤال. انا عندي سؤال برضو. طيب ممكن نرجع لهم يمكن عندهم الصوت. او مشكلة. فيه اشخاص تحت انا بحاول اطلعهم بس مش عارفين يطلعوا الظاهر. طيب تمام. الاستاذ مدغالي والاستاذ حسام سليمان. لو لسا عايزين تطلعوا. اضغط على صورتك. وهتلاقي اكسابت انبيتيشن. وتفضل شرفنا. طيب اتفضل يا استاذ حسين على محد. اه طيب يا دكتور مؤتز. انا برضو في النسبة العامة عايزك. ترى انا عندي اسئلة يعني. طيب. خلتك بعد حسين. طيب خلي شركة. حسين لانه حسين عنده اسئلة كتير يعني. اوكي 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 اوكي. اتفضل يا استاذ حسين. لا خلاص تمام. تفضل. سؤالي انه هل شرب الماء البارد يفقد الوزن؟ ده مش فيزياء. احنا عايزين ده كترة معايا. خلينا من ناحية فيزيائية يا دكتور. لو كان في عنا جسم ساخن. لو كان عنا جسم ساخن وبردنا. هل يفقد جزء من وزنه او الكتلته؟ لا ده كده ده ده مالوش علاقة بالتخسيس يا دكتور. لا لا ترهوه سؤال فيزيائي صراحة. انا معرفش سؤال فيزيائي. انا افترض ان ده سؤال بايولوجي. ممكن تخسري واحد على مليون من الجرام. لكن طبعا رح تكسبي مي والمي لها كتلة. وبالتالي انت المي الجزء من الحرارة اللي خسرتيه رح تكسبيه في كتلة المي اللي انت زدتيها اللي هي اضعاف الطاقة اللي انت خسرتيها في هذه الحالة. فلا ما بيخصص. الا اذا كان في عملية بيولوجية اخرى من هاش داخل بالفيزيائي. لا انا اقصد كفيزيائي بالفيزيائي السؤال. لا بالفيزيائي. اه نفس نفس سؤال. اه نفس السؤال مثلا انه ام كثرة مثلا الاكل في الدهون انه ليش مضرة في الصحة. هذا يعتبر فيزيائي بعد. هو اقرب الى البيولوجي. التمثيل الغذائي عملية معقدة جدا هي صح اساسها بالفيزيائي لكن احنا مراحل كثيرة بين المرحلة البيولوجية والمرحلة الفيزيائية. يعني عندك الكيميا بينهم وعندك البيولوجي كيف الجسم عبارة عن ماشين تتحرك بالاشياء اللي بتعملها. فتفاصيل كثيرة اخرى اعلى بكثير من مستوى قدرة الفيزيائي على التفسير البدائي اللي هم رح يبنوا عنه. فمعنش منعتذر منك هذا السؤال لازم نتوجهه لحد من جماعة البيولوجي. طيب. في علاقة بين المجال المغناطيسي والحرارة؟ الان ممكن انت بمجال مغناطيسي معين انك تولدي حرارة. يعني مثلا اذا بتمرري مجال المغناطيسي في القطعة حديد او حول قطعة حديد بتولد فيها تيارات داخليا هاي التيارات بسبب مقاومة المادة الموجودة فيها ترتفع درجة حرارة. وانا بتصور هذا الدكتور اللي فيه كذا شقة. يعني اعتقد مثلا ان زي ما حضرتك قلت فيه هنا شقة واحد منه انه اي طاقة بتحطها لاي جسم سواء كانت مغناطيسية او كهربية او كهر مغناطيسية ممكن تساعد في زيادة حرارة اي جسم. ده صحيح طبعا ما في الشك في كده لان الموضوع كله موضوع تحول طاقة من الصورة الى صورة اخرى. يعني انا حضرتك مثال بسيط. انا منتهى البساطة اي موجة كهرومغناطيسية حصلت على اي جسم هتدي له نوع من الطاقة فحترفع درجة حرارته الى حد ما. والدليل على هذا انك لو تعرضت للشمس تستطيعي الحاجة اللي انت عرضتها للشمس بتسخن بعد شوية. فدي مجرد انتقال. لكن علاقة مباشرة ما بين المجال المغناطيسي والحرارة لا يدوغد فيها علاقة اكتر من كده. اكتر من ان دي صورة من الطاقة ودي صورة اخرى من الطاقة. فحسب الحالة اللي تتكلمي عنها. حسب الوضع اللي تتكلمي عنها. نعم. هل في تفكيرك مثال معين؟ دكتور في في احكي لك بس بشكل سريع. لا ما فيه. في اللي بيسموه الاندكشن فرنس اللي هو يعني احنا بنستعمل المجال المغناطيسي لتوليد التيار حثي هذا التيار الاندكتف كورنت هو اللي بيسبب ارتفاع درجة الحرارة. يعني انت تمسكي بتحركي تيار عالية بسبب المغناطيسي. بس مش بشكل مباشر انت مررتي من عملية الكهرباء من عملية المغناطيسية الى الكهرباء بدرجة عالية في مادة سمحتي لالها انها ترتفع درجة حرارتها. وهاي موجودة في زي ما حكينا في الاندكتف فرنس اللي هو عبارة عن فرن. فرن بيعتمد على مرور تيار او مجال المغناطيسي عالي جدا بيسبب تيارات قوية جدا في داخل المادة اللي بتم صهرها مثلا او رفع درجة حرارتها وبالتالي يمكن التعامل معها. لكن هو هل هو بشكل مباشر يعمل لك درجة حرارة لا. لانه انت ممكن نفس المجال المغناطيسي هذا تحطي فيه بني ادم زي ما بنعمل في الامر اي وما بترتفع درجة حرارة. لكن المواد المعدنية ممكن لانها بتتولد فيها تيارات حثية. طيب خليكي معانا يا استاذ لولو عشان لما يبقى في وقت اي سبال اخر تشرف فينا. ننتقل في الدور. استاذ علي بننده لحضرتك. استاذ علي خليل. ايو السلام عليكم ورحمة الله وركادو. عليكم السلام. اه سؤال بسيط جدا اللي هو عشان احنا نصل لنتيجة احنا متكلم فيزياء والفيزياء يعني هي شيء يعني رصد ظاهرة الطبيعة فانا عاوز الادلة بتاعتكم يعني انتو هل الاثراتيكال استرانومي دي بكون يعني عبارة عن فيزياء حقيقية ولا نظرية يعني. ده يتوقف. السقوب السوداء والحاجات الدين. شوف. اه السقوب السوداء مرصودة. فوجودها واقع اللي وجد في مجال الشكل. مرصودة بكزا طريقة. رصدت بتأثيرها على الاكسام اللي حواليها. ورصدت بتأثير اه بتصوير المباشر للاكسام اللي بتقع فيها والاشعة اللي صادرنا منها من سنتين تقريبا تم الرصد بهذا الشكل. بالاضافة الى رصدها بالموجات الجاذبية التي تم رصدها سنة الفين وسبعة عشر. فالعموما سؤال حضرتك عام. فانا حجوبه اجابة عامة. الفيزياء الكونية والاستروفيزيكس مثلها مثل اي شق من شكوك الفيزياء تنقسم الى فيزياء نظرية وفيزياء تطبيقية. وتطبيقية هنا بمعنى الرصد. يعني حضرب لك مثال صغير. لما ييجي مثلا نقول الشمس بتشتغل ازاي. ما هو مصدر الطاقة للشمس. ان جماعة بتعلق الفيزياء الاستروفيزيكس النظريين بيحطوا شوية مودلز قائمة على العلوم التي نعرفها. ويشوفوا المودلز دي بتتنبأ بايه. ويشوفوا بقى الشمس اشعاعها اللي طالع منها ده بيطابق التنبؤات اللي اتعاملت من هذه المودلز ولا لا. ويفضلوا رأبوها يعني على مدى سنين وعقود طويلة يعني يتم رصد كل تفاصيل الشمس بكل الاجهزة الممكن ومتبقتها بالمودلز اللي عندنا. ساعة لما الادلة بتتراكم ان الشعاع اللي جاي من الشمس الطوق اللي جاي من الشمس بينطبق على كل المودلز اللي موجودة عندنا ساعتها بنقول ان احنا فهمنا الشمس بتشتغل ازاي. فده المسال يوضح لحادثك الفرق ما بين التطبيق والماظري في هذا الموضوع. بعدين لا تنسى دكتور كمان انه احنا عملنا من حاول نعمل شمس صناعية يعني على الارض. ده يعني موضوع الشمس ده كان مجرد مثال. المفاعلات اللي. انه هو سأل سؤال عن هل الفيزياء الكون النية النظرية والعملية. فهذه هي دي وفيها دي. حسب ان تتكلم عليه. اذا سمحت لي احنا في عنا الاسباقية التاريخية بالموضوع. التاريخ مهم جدا على فكرة في الفيزياء وفي العلوم. اللي حاصل انه احنا بنطلع النظريات الخاصة على. الله عافية. احنا بنطلع المعادلات والقوانين الفيزيائية اللي احنا بنموجودة عنا. ثم نقوم بتطبيقها على الكون. الفيزياء يعني دلغس ايسون قال الارض. لكن هذا طريق خطر. يعني انت ما ممكن تبنئ الغانون اول قبل رصد الظاهرة. انت. انا. لا لا. انا بتكلم. لاحظة بس. خلينا اكمل كلام. خلينا اكمل كلام. لو سمحت. لو سمحت. خلينا اكمل. لا لا ما ممكن تفضع الغانون قبل ما ترصد الظاهرة. ازاي يعني. تسكت علشان اجاوبك لو سمحت. من فضلك. بدون. خلاص يا دكتور سامش. شكرا جزيلا يا فندم على سؤال حضرتك. لا انا. علشان الناس التانية تستوعب الكلام. احنا بنحط. نرصد الظاهرة على الارض اولا. لانه هذه ال اماكن اللي احنا عنا تجارب معملية فيها بشكل مباشر. بعد ما نرصد الظاهرة نضع القوانين لالها. ثم ننظر الى اذا كانت هذه القوانين يمكن تطبيقها على الكون. وهذا الشيء واضح وحاصل بالرصد المباشر. فمثلا القوانين الجاذبية احنا منطبقها على الارض. نشوفها على الارض اولا. نحط القوانين لالها. ثم ننظر الى تطبيق هذه القوانين على اقمار المشتري مثلا. ومنها نتأكد من قوانينا. ثم ننظر الى تطبيق القوانين على المجرات. وقوانين على التقوب الس وبهذا صار في عنا إحنا مش بس رصد على الأرض وتكوين للقوانين صار في عنا رصد أيضا في السماء وفي الفضاء النفس القوانين اللي إحنا بنستعملها على الأرض وبهذا بصير في عنا مصداقية أعلى وقوة ودقة أكبر بكثير من اللي كانت موجودة عنا لهذا السبب إحنا بنتكلم بهذا الموضوع للأسف صار في نوع من الشوشرة في الموضوع ما سمح لناش حتى نكمل الكلام فيه فإن شاء الله يكون استفاد طيب الدور عند إحنا خلصنا عند الأستاذ ياسر على ما أعتقد طيب السلام عليكم صباح الخير مساء الخير سهلا دكتور معتز أستاذ سامر كيف الأخبار إن شاء الله بخير شكرا شكرا صلاة عين الله بارك فيك عندي سؤال ما عارف هل هو سؤال فلسفي ولا فيزيائي بس يعني بتساءل هل يعني موضوع الترانزيستر أنا لن أعرف يعني يتعرف على حالتين يعني زير والون في حالتين فيه يعني يعني تيار أو يعني أو 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 فرق في الجهد يعني حقيقة ويعني بين الواحد والصفر حسب الحالة يعني فهل هو السبب يعني إنه يفهم حالتين عندنا موضوع النظام الباينري الزير والون فسؤالي يعني هل في يعني طبعا لأنه كل الدوائر الكهربائية والالكترونيكس شغالة على الترانزيستر يعني هو البلدينك بلوك لكل الأشياء الثانية فسؤالي هل لو في مثلا يعني يعني جزئية جديدة في عالم الكهرباء يعني إذا صح التعبير تتعرف على أكثر من ستيت يعني غير الزير والون هل معناتها سرعة التطبيقات هتتضرف في عشرة مثلا أنه فرضا يعني فيه يعني بديل الترانزيستر بدل ما يتعرف على تو ستيت يتعرف على تين ستيت على فكرة هي كانت كده الانالوج تكنولوجي اللي بيسموها الانالوج تكنولوجي كانت كده قبل ما نوصل للديجتال تكنولوجي اللي حضرتك بتتكلم فيه يعني فيه أجهزة كمبيوتر معمولة في الاربيانات والخمسينيات والستينيات بتعتمد على أن انت بتتعرف على المعلومة بالساين ويف والكوساين ويف بتاعتها بحيث أن انت مش هياش واحد وصفر ولكن على حد علمي ودكتور سامر يمكن يفهم في الموضوع ده أحسن مني الديجتال تكنولوجي بتاعت الواحد والزيرو أسرع وأخوى من الانالوج تكنولوجي بالإضافة اللي كده بقى عندك النهاردة بدايات الكوانتوب كومبيوتنج بقى دي قصة تانية طيب خلينا نحكي بس بشكل سريع نحن الترانزيستور هو بالأساس هو عبارة عن جهاز أو قطعة انالوج تمام هو في حد ذاتهم مش ديجتال لكن نحن نتعامل معه فيما بعد نعمل نحن سيستمز كاملة نبني نبني أشياء فوق بعض علشان نوصل لمرحلة المنطق الرقمي اللي موجود عنا اللي هو ديجيتال لوجيك اللي نستعمله هذا لا يعني أنه ترانزيستور ممكن يكون فقط في حالة اوبن ومغلق يعني مفتوح ومغلق لكن نحن نتعامل معه بهذه الطريقة في المنطق الرقمي لأنه نحن هذه الدرجات اللي بينهم بتشبب لإلنا مشاكل نحن نبسط العملية بعملية ونتعامل معها أنه ديجيتال كومبيوترز بتعامل مع هذه الأمور هل ممكن يكون في حالات تانية نعم وهل ممكن هل سبق في التاريخ أنه حاولنا نحط ترانزيستور بزيرو وان وثو وثري وفور وخفائب ولقيت نعم لكن ما فادنا شيء يعني صارت عملية القياس لأنك تعرف إذا كان هو في هذه الحالات أصعب شوي فكانت الأفضل أنك أنت ضاعف الترانزيستورات منما أنك تحط ترانزيستورات فيها مثل هذه القيم اللي أنت ممكن تتعامل معها فإحنا بقينا في المنطق الرقمي اللي هو إما مفتوح وإما مغلق لكن الترانزيستور من الأعمال الأساسية لوجود الترانزيستور هي التكبير اللي هي الأمبليفيكيشن فإنت بتعطي تيار صغير التيار هذا الصغير أنت بتحصل عليه من المصادر الأخرى من السينك تحصل عليه بتكبير كبير جداً لأنك أنت بتعرضه لمثلاً تيار من جهة أخرى ففعلياً أنت بتستعمل الترانزيستور أيضاً في عمليات في كل الأمبليفير الموجودين عندك تعتمد على الترانزيستور أنه يرفع الطاقة في طريق أخرى اللي هي عن طريق الفاكيوم تيوبز هاي طريقة أفضل بأشياء وأسوأ بأشياء أخرى لكن هو الأساس الفاكيوم تيوبز هي الأساس وترانزيستور أتعفيبها بعض حللنا مشاكل كثيرة كانت موجودة في الفاكيوم تيوبز فترانزيستور زي ما حكينا هو أداة أصلاً في الأساس أنالوج إحنا بنستعملها في المنطق الرقمي لسرعة التعامل معها سامر أنا سؤالي كان بالتحديد عن السرعة يعني يعني أنا مثلاً عشان نحول طمب من ديسيمل لبايناري يعني لاحظ عشرة بالنسبة لي لما ضيفها التسعة عملية واحدة بس لما حولها البايناري هي عمليات أطول المشكلة بتكلمها كيف تقيس انت هذه الأرقام على الجهاز يعني إذا أنت كنت في المنطق الرقمي عمالك بتقيس صفر أو واحد الآن بدك بتقيس صفر واحد دين ثلاثة أربعة هذه الأشياء عملية القياس أصعب من عملية فتح وإغلاق البوابات أيوة لأن الليميتاشن عندي في الدائرة هو الترانزيستور لا فيه للميتاشن الترانزيستور ما يفهم ويرزيله الواحد اسمح لي بس اسمح لي ما فيه للميتاشن المشكلة تكنولوجية يعني عملية قراءة صفر وواحد أسهل بآلاف الأضعاف من عملية قياس أنا قصدي هل في المستقبل يعني فرضا إحنا ما نفكر برا الصندوق أنت بتتكلم على شيء موجود الآن وهو نهاجح جدا أنا بتكلم على الشيء أنه يكون في حد من برا الصندوق بفكر بصورة مختلفة يعني مثلا سؤالي بصورة تانية أنا قلت لك ثلاث مرات ثلاث مرات سرحت لك أنه تم تجربته تم تجربته لكن عملية القياس أصعب من عملية مفتوح ومغلق بس فكر فيها بطريقة هاي أنا فاهم بس أنا بصدق أما الباب في مراحل درجات مختلفة أنت كل واحدة منهم لازم نتحدد لها قياس بس هي العملية مش إفشنت إنك تتعامل معها بس طيب هل يعني مثلا ممكن نقول يعني الإنسان مثلا ليه إحنا أصلا من نستخدم الدسمال سؤالي يعني هل لأنه يعني بل علاقة بي سؤالي عن مفتوح علشان عدد صوابع إيدك عشرة علشان عدد الصوابع يعني هذا هو السبب يعني بس طيب سؤال تاني الأعصاب شغالة إيش بأي نظام لا معرفش السيالات العصبية يعني ممكن برضو تكون بايناري بس إحنا مش موش مجالا أستاذ سامر عفوا ما معناته إنه مثلا يعني مع احترام إليكم يعني ما معناته إنه في أي سؤال مفروض تجاوبوا عليه ده سؤال برا الصندوق يعني ما بالضرورة يعني أنا أسمع إجابة ممكن يكون مش لازم نجاوب عليه لا لا برا الصندوق يا أستاذ ياسر لا لا أصلا ده سؤال محتاجة حتى بتاع بايوفيزيكس يعني ما فقدش إن أحد هنا أنا أنا قصدي يعني ما نحصل الإجابة في إنه والله ممكن يكون أحد يقول مثلا إنه والله ممكن يكون كلامك صح يعني بس ما بالضرورة أنا يعني يكون في إجابة على أساس إنه أنا اتحد من من تفكيري يعني ما أقدرش أفتش فيما لا أعلم أيوة أنا أتكلم مع السؤال لا أنا أتكلم مع السؤال سؤال بالبايوفيزيكس ما أنت بخير تمام لكن بالجزء الديجيتال في عالم الديجيتال تم تجربة هاي الأشياء إنك يكون في عندك ملتي ستيت ملتي ستيت اسمها للترانزيستور عملية قياس الملتي ستيت صعبة صعبة مسهلة مسهلة أبدا في الكوانتم يا أستاذ سامر موشي الحين الموضوع كله إنه في في ستيت تاني اللي هو الدوع اللي هو في ستيت تالت كده هو أسرع ما عندي معلومات والله لا الكوانتم عنده عنده ستيت تالت أصلا هو دي فكرة الكوانتم كومبيوتين ستيت تالت فيها فكرة ثالت ورابع مش مشكلة لا لكن برضو ما معلومات ايوه ستيت تالت يعني أنا أنا قصدي يعني إذا الترانزيستور تشال من محلو وجابه في يعني جهازته أو يعني 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 قطعة تانية تفهم أكثر من ستيت وبصورة ناجحة أنا فاهم إنه ممكن فعلا إنه يكون في حاجات تتعمل كده وأنا قصدي أنا بيتكلم على الفكرة من ناحية فلسفية نفسها يعني إذا فعلا وصلنا لحاجة فعلا يعني وفي نفس الوقت يعني مش أكثر من ستيت والدليل إنه الكوانتم يعني حسب أنا ما فاهم يعني لا لا الكوانتم مختلف ما هيش دو ستيت وما هيش ستري ستيت وما هيش فور ستيت بي عدد لا نهائي من الستيت سبينها وبعض سوبر بزيشن بس تطبيقها إزاي هو ده السؤال أتمنى حضرتك تشرفنا لما يكون الدكتور عاصم موجود لأن هو يمكن يفهم في موضوع الكوانتم تكنولوجي الكمبيوترينج ده أكثر من مننا يعني في هذا الموضوع يعني يبدو إن إحنا ما عندنا شي إيجابة بتاع السؤال حضرتك طيب أنا استفدت لما تسأل عن أشياء موجودة منقدر نجاوب في الأشياء الموجودة أما بالنسبة للكوانتم ستيتس والأشياء الأخرى اللي راح يعتمد عليها الكوانتم كمبيوتينج قصة مختلفة ما مش مختلفة عن السمي كوندكترس كل آيات اللي إحنا بنتكلم فيها ننتقل في الدور أستاذ ياسر ولا حذك عذلك سؤال تاني بس سؤال واحد تاني اللي هو العلاقة بسرعة الضوء يعني أو يعني القوة الدافعة للفوتون مثلاً أو أي جسم مثلاً زي الفوتون لا يوجد قوة دافعة للفوتون الحالة الطبيعية للفوتون إنه يتحرك بسرعة الضوء بالعكس الحالة الطبيعية لكل الأجسام في الأصل إنها تتحرك بسرعة الضوء ما يبطئ سرعتها هو تعاملها مع الهيكس بوزون وبالتالي هنا الناس فهم الموضوع غلط الناس فكرة إن الأجسام بتتحرك علشان خاطر حاجة مخليها تتحرك من السبات للحركة لا في الكوانتم فيلز العكس هو الصحيح الطاحلة الطبيعية للأجسام إنها تتحرك بسرعة الضوء والتفاعلها مع الهيكس فيلز هو الذي يبطئ حركتها إلى الحركة العادية بتاعتها فهنا الموضوع معكوس شوية طيب ده يا أستاذ لما عرفنا الآن موضوع الهيكس فيلز يعني كان الكلام ده قبل كده مش موجود صح؟ قبل كده ما كناش نعرف قبل كده كان الموضوع مفتوح للتساكل طيب أنا سؤالي هل حل لأنه يعني يعني يبيه تعامد بين الإلكترو ماجماتك there is accountability أنا أصدي لما تحرك أنا الفوتون مثلاً يتحرك في المجال ده لما إنه هو يعني الفوتون مثلاً الإلكتروني الإلكتروني لأنه عنده عنده شحنة يعني فهل سبب إنه هو بتحرك بيعمل مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي بيعمل مجالك أحربائي لكذا كده هو في الدفاع هذا سؤال يعني إيمش فيه معلش تصير السؤال تاني أرجوك يعني زي المولد وعكسه اللي هو التوربين يعني فده أيوة نفس الحكاية أنا فيه جسيم واحد بيعمل العملتين في نفس اللحظة المجال الكهربائي بيعمل الكهربائي والكهربائي بيعمل مغناطيسي بيبنوا على بعض ده صحيح بيبنوا على بعض وده بيخلي الجسيم يتحرك لا لا أنا عبد أفهم الموضوع لا هم بيبنوا على بعض فبيحصل ويف والويف بطبيعتها لازم تتحرك في اتجاه متعامد على اتجاه البناء يعني معادلات ماكسول بتقول لنا لازم ده يحصل دي طبيعة المجال الكهربائي بيعمل كهربائي نفسه مش أدرة يعني فبسطها لك أكثر من كده الحقيقة ما هي هتبقى زي زي موضوع نيوتن مع مع الجاذبية أو لم يجب انشتاين في الصحة لا الكهربائي مختلفة الكهربائي مختلفة الكهربائي مختلفة بتقول دفع بالطبيعة فأنا يعني مش فاهم ماكيش دفع ماكيش دفع سيدي الفاضل لو رجعنا لنيوتن هتجد انه الشيء ليس بحاجة الى قوة لتحافظ على سرعته هو بحاجة الى قوة لتغيير سرعته الفوتون بطبيعته يتحرك بسرعة الضوء من ساعة ولادته الى ساعة فنائه بطبيعته لا يتصارع من يعني مفيش تصارع ما بين حالة السكون لحالة السرعة اللي هو بيه طبيعته يتحرك بسرعة الضوء في خدال حضرتك وانت نسته بحاجة لقوة لتحافظ عليه بيتحرك بسرعة الضوء لان ديه طبيعته طيب طيب راضح شكرا يزيلا اهلا بك استاذ حسام سليمان تفضل فان السلام عليكم عليكم السلام او انا كنت برضا عايز اسأل في اللوال فانتم كومبيوتنج بس حضرتك قلت انه هو الاستاذ هو الحيا مش مجال حد فينا هنا فام Sharf اه فمش مشكلة في استاذنا الدكتور عاصم بيشرفنا نوقتي الثاني كده فلما تلاقيه موجود معنا تعالوا واسألها. انا بحاولت اعمله اطلبه يشرفنا بس هو مش موجود الحديد. طفل اللي حصل اللي بتاعخرك بصبرا عنه مش كما زي. ما فيش مشكلة يا فنم. انا بقول كنت بقول لحضرتك في عندنا الدكتور عاصم بيشرفنا النوقت للتاني هو يمكن متخصص في الموضوع ده اكتر من انا فعلا ما يكون موجود. السؤال الاولاني. طيب. السؤال الاولاني. اللي هو ليه الاكسام ما ينفعش تعدي سرعة الضوء? ده الرقم واحد لما. لا اولا حاجة دي يعني دي من نتائج النسبية الخاصة ان الجسم زوء الكتلة. الذي يتحرك بسرعة بطبيعته بسرعة اقل من سرعة الضوء. حتى يصل الى سرعة الضوء نهيك عن ما يتخطها. يحتاج الى كم لا نهائي من الطاقة. ونظرا لان ما فيش حاجة اسمها كم لا نهائي من الطاقة. ففي هذه الحالة نقول ان اي جسم لها كتلة نستطيع ان نصل به لاي سرعة انت عايزها طالما انها اقل من سرعة الضوء. وفي يومنا هذا يستطيع الفيزيائيين التجريبيين في المعجلات زي في اللي موجود في جينيف اللي هو الهي يستطيعون ايصال البروتونات لسرعات تصل الى بوينت ناين 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 اعتقد خمسة ستة ناين من سرعة الضوء. ولكن ان تصل الى سرعة الضوء نفسها ده مستحيل لانك بحاجة الى عدد لا نهائي من الطاقة. ليه طبيعة الاشياء. تمام. وكنت اه عاوز اسأل على البيزو الالكتريك افكت. يعني زي كمبريشن بيطلع كهربا. يمكن دكتور سامري اقدر يفيدك في هذا الموضوع. اللهي هذه الظاهرة موجودة في بعض الكريستالات اللي احنا موجودة عندنا. من منلاحظها مثل يعني نحظة كانت نسيت المادة اعتقد انها سيليكون. في مثل هاي الحالة احنا وجدنا انه لما تطرق على المادة هاي بتطلع عنا او بتتعامل معها يعني بشكل ميكانيكي بطلع منها تيار كهربائي صغير جدا واذا عرضتها لتيار كهربائي فهي بتهتز. فطبعا هذي الظاهرة موجودة احنا عني. اه تفسيرها اه بعرفش ان كل دكتور اه نسيم يقدر انه يكون موجود يفسرها بشكل افضل من الناحية الفيزيائية. بس هي ظاهرة موجودة واحنا مستعملها بالساعات. لهذا السبب كثير من عندنا من الساعات الديجيتال اللي عالية الدقة. اه بتعتمد على هذا الافكت علشان اه تعطينا اه يعني دقة عالية جدا للوقت. بس دكتور معتز. انا معنديش اضافة يعني معلوماتي عنها على اداها خالص. طيب نمشي في الدور استاذ نزار. استاذ نزار. استاذ نزار. صوتي مسموع جمع. مسموع مسموع. هو نزار فتح المايك. انا شو يبقى نرجع اه. ممكن في مشكلة او الحد. طيب. اه انا اشي. اتفضل اي خلاص. اه اه. شكرا لكم انا كان عندي سؤال عن الفاتون. واجابه الاستاذ نزار. شكرا لكم والله انا مستخدم جدا. مستمع خلاص. سمعت اللي جابه. سيد حاس من سامس على برضو سؤال. كان عندي. عندي سؤال بس بس بسيط. اه. اه. ممكن التغريبين تسمعونكم بيهم. اه. انا عايز ابسط تجربة ممكن اه. اه. اوريها للناس اللي تقول الارض المسطحة. ابسط تجربة. اه. ممكن اه. ولا تجارب. يعني كم تجربة. اقول لحضرتك. لو في تجربة كده ممكن تكون باكل سكوب معين. اه. اه. عشان نحسي من نغاش مع جارب يا اخ. والله انا في التصوري انا. وانت يا دكتور سامر طبعا اكيد ليك ده تدو بدلوك. بس اسمح لي اقول في تصوري انا. وحاولت مرة اقناعهم بها قبل كده. ابسط تجربة من الممكن عملها في البيت. تثبت ان الارض كراوية وتدور حول محورها. وليس فقط كراوية. هي تجربة بندول فوكو. ولكن هم يرفضونها تماما. وده في وره واحد قال لي كده. ده بندول فوكو ده سقط في الغرب. والله العزيم قال هالي بالحرف كده. فا اه. يعني. اه. اللي هو نظرية فوكو سقط. يا عمي ده انا بعملها في البيت. ده انا ما عملتها في بيتنا ووريتها لولادي. لا. ما. طب فسرها لي طيب. ده انا تحديت مرة واحد. وعندك في الروم يا دكتور سامر لو تستذكر. تحديته. قلت له اعمل التجربة. وقل لي نتيجتها ايه. وانا من نتيجتها هقدر اقول لك انت تعيش في خطة عرض كامل. صحيح. واتبت لك ان انت ان التجربة صحيحة. رفض ان هو يعملها او قال هروح عاملها وراح وغاب وما ارجعش. فهما للأسف الشديد يا استاذ نزار اعتقد اللي كان بيسأل السؤال. هما للأسف الشديد يعني ما ما فيش حاجة لو خدتهم في صاروخ ووريتلو من الارض كروية. حيكدبوا عنيه ومش حيصدقوا. هما افلت معهم كبه. فاضل. هما مقتنعين هيك. هي بالنسبة لهم ما تفهميش. افلت افش معهم. فاضل لنتوا سامر. نعم شوف احنا في عنا ظواهر طبيعية واضحة جدا ما في مجال اللبس فيها. شوف روق الشمس وغروبها بحد ذاتها. بتنفي الموضوع التمام. لانه احنا عنا الشمس خصوصا في بلادنا العربية بتشرق وبتغرب على الافق بزوايا يعني قريبة جدا من زاوية تسعين. وهذا طبعا مستحيل تفسيره على الارض المسطح لانه الشمس عندهم بالدور فوق الارض. هذا الشيء مستحيل. من ناحية جيومترية الشمس مستحيل تغيب عندهم ابدا. ما فيش طريقة انك تخلي الشمس تنزل تحت الافق. هاي من الاشياء الاساسية. اه غير عن هيك احنا في عنا طبعا اولا شهادة الشهود اللي طلعوا وشافوا الارض كروية من ضمنهم ثلاثة عرب مسلمين واحد عشر واحد مسلم اخرين. يعني هم احد عشر واحد مسلم ثلاثة منهم عرب شهدوا بعيونهم وطاروا حول الارض. وهناك توثيق كامل لعملية صعودهم وهبوطهم ووجودهم في المدار. يعني هذا الموضوع كمان منتهي. فانت عندك شهادة الشهود الرؤية المباشرة التصوير للارض. اشياء كثيرة جدا. هم طبعا علشان ينفوا مثل هاي الاشياء. بقولك هم تكذبوا. طبعا مش مش مصلحة من الناس محترمة مثل شخصيات اللي طلعت على الفضاء. انها تكذب ما في يعني من هذا الكلام. ففعليا هم ما عندهم اي حجة يعني لا من ناحية فيزيائية ولا من اي ناحية اخرى. حتى من الناحية الدينية اللي هم بيتمسكوا فيها. الناحية الدينية فيها اختلاف من الناحية التفسيرات بشكل كبير جدا. فهي ليست قطعية. الامر بهذه البساطة. الانسان اللي بده يعاند مهما تحاول تقنعه هو مجرد معاند للموضوع الموجود عنده بدون موجود حجة لانه احنا زي ما احنا شايفين ما في فيزيائيين ما في جغرافيين ما في علماء بتكلموا بيحكوا انه الارض مستطعة. في مجموعة من الناس مجهولين. غالبا لما تيجي تتعلم معه تجد انه هذا الشخص مجهول اللي بتكلم. فدائما الشخص اللي مش قادر انه يعطيك بيبر او يكون شخص متقدم بمجاله معروف. هذا ممكن يحكي اي شيء وما في عليه رباط. اما الشخص اللي محترم وفي مجاله. هذا الشخص بتلاقي في عنده مصداقية. والناس تصدق كلامه اكثر من الكلام الاخرين. فهذا بكل بساطة الموضوع وانحنا ما بدنا نتوسع في هذا الكلام. زي ما حكينا مجرد شروق الشمس وغروبها كافي للانسان العاقل انه من الفين واكثر سنة انه يوضح انه مستحيلة تكون مصداقية. خلينا نمشي احنا بالدور. دكتور معتز اذا ما عندك مانع عشان يدوب احنا ضايد معانا يمكن نص ساعة. اه يا ساندي بتفضل. بفضل. استاذ بوسعود. ايب يا بوسعود. ايب يا بوسعود. ايطيكم العافية. شكرا لكم على تحت الفرصة. اه عندي سؤال بس عن موضوع كلام اينشتاين عن مفارقة التوأم اللي هي التوين باردوكس. اه طبعا كما تعلمونا اينشتاين ذكر ان لو كانوا فيه التوأم اثنين. احدهم صار بسرعة مقاربة لسرعة الضوء. ولو عاد بعد مدة من الزمن سيجد نفسها اصغر من اخوه التوأم. انا بس السؤال اللي عندي يعني بالفيزيكال افكت على السرعة العالية هذه على عمره الانسان. شنو المكانزم او الالية لهذه السرعة العالية انها تخلي الانسان لا يعمر او لا يتقدم بالسن. نعم. اه هي منهج دعوة بالمكانزم على الانسان نفسه. هي المسألة ببساطة ان الزمن نفسه مفهوم نسبي. يتغير باختلاف المراقب. وهذه هي الصورة التي احدثها اينشتاين في العلوم. بمعنى ان الزمن ليس مطلقا وكل المراقبين يقيسوا بنفس دوران الزمن او نفس مرور الزمن زي ما كان قبل اينشتاين نعتقد. الزمن مفهوم نسبي. وبالتالي مرور الزمن بالنسبة لشخص هيكون عادي جدا. يعني انا لو انت لو انا اللي راكب مركبت الفضاء وطير بيها بسرعة قريبة من سرعة في الضوء بالنسبة لك انت. انا بالنسبة لي الزمن عادي يا فش اي حاجة. جسمي هيكبر وحيعجز بنفس المعدل وحعيش حياتي وباكل وباشرب وبنام وكل حاجة. فش اي حاجة. لكن لو انت بتبص علي من بعيد. هتشوف الزمن ماشي بالنسبة ببطءة. بالنسبة لك انت. هتراني اتحرك بمثلا بسلو موشن او هتشيء من ازا قبيل. اذا قياس الزمن بالنسبة للمراقب هو اللي بيختلف. ولكن بالنسبة للشخص نفسه اللي ماشي بهذه السرعة هو مش بيحس باي فرق. وجسمه وهذه اللي زي ما هو. فلما ييجي تبعتني في صاروخ. وانا روح وارجع. هلاقي ان نظرا لان الزمن بتا يختلف عن الزمن في الارض باختلاف السرعة. انا لما رجح على ان الزمن على الارض عدى فترة طويلة جدا بالنسبة لي. ولكن ما فيس تأثير فيزيائي على الشخص نفسه. يعني الجسم هيكبر زي ما هو. اللي هو بيسموه الوقت. الوقت بتاعك انت. الزمن بكما يمر بالنسبة لي كانت. فضل. اه شكرا استاذ مان. ازان بس عندي سؤال ابي ما هو افضل كتاب لفهم الاستروفيزيكس? انا عندي كتاب اسمه The Big Picture. ما انا اذا ارفونا او لا. هل هو جيد بفهم الاستروفيزيكس؟ اه انا عارف The Big Picture ده بتاع اه بتاع شون. شون كارول. شون كارول. شون كارول ياسم. اه 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 ده كتاب كويس اوي طبعا. اه شون بيكتب كويس جدا. اه طبعا فيه كتب تانية كتير يعني اه اه هناك بريف هستوري اف تايم بتاع هوكينج اه فيه كتاب انا بيعجبني اوي بيكلمك عن بداية تلكون وماذا نعرف عنه. اسمه The First Three Minutes. لا ستيفن واينبرغ. اه فيه واحد زيه بالعربي برضو. اه ما كنه مترجم. وفيه كتاب لطيف اوي بتاع واحد اسمه كيب ثورن اسمه ده برضو كتاب ممتاز. طيب. اه طيب. اه اتفضل. اه كتاب عندي اسم وان تو تري انفينيتي. هل هذا كتاب جيد او؟ ما عرفوش الحقيقة ما عداش عليه. الله اعطيكم العافية. شكرا على اجابات الوافية. الله اعطيكم. انا بس احب بس اوضح لحدتك حاجة. طبعا انا شخصيا بحب البيتب الكتب اللي بتحول تفاهم الموضيع. بس خلي بالك ان احيانا بيحاول المؤلف حسب برضك ما قدرت المؤلف في التفصيط. احيانا يبسط زيادة عن اللزوم. فالمعلومة ضبوص. يما بيجي لنا اسئلة من النوعية اللي هو بنبقى عارفين على طول اول مسؤال بيتسئل ان الشخص ده قرى كتاب من هذا النوع وفهمه غلط لان المؤلف معرفش يوضح للصورة. فخلي بالك يعني فيه. خد خذ حذرك من هذه الكتب يا. ان شاء الله. اقراه ما بيتمانع واتبصل بيها وكل حاجة. بس تعالنا وان شاء الله نتناقش معاك. متشكرين. متشكرين على الجمد الجبهة. الله عاديكم اقراه. طيب نمتش في الدور استاذ صارمت. اول شي مساعد خير عليكم دكتور. بصراحة جدا جدا مسؤول بهذه الغرفة يعني اول مرة اشوف غرفة انه يعني تدخل لي يعني صراحة. قبل لا بدي اسأل اسألتي امتى راح تفتحون هذه الغرفة يعني او امتى اوقات اللي تفتحوها. هذه الغرفة كل اسبوع يوم الخميس الساعة اتناشر بتوقيت نيويورك. وهناك غرفة اخرى مشابهة يقيمها زميل لنا الدكتور نسيم يوم السابق الساعة تلاشر بتوقيت نيويورك ايضا. ولو حضرتك بصيت على اللينك اللي فوق كل الغرف التي اقيمت من اول ما ابتديني على الكلاب هاوس متسجلة ومخطوطة على اليوتيوب. وبالاضافة لي خاصية الريبلي من ساعة اما ابتدوا يعملوا الريبلي هتلاقي موجودة في عندنا في نادي منتقب العلوم اللي ندعو حضرتك لاننضم اليه. والله هي شغفني كثير هذا الشي لانه انا كنت باختصاص فيزياء ولكن بسبب الحروب اللي صارت يعني انفصلت عن دراستي. لكن توجهي عن نوحو هذا ما هو. اسئلتي دكتورز انه بالنسبة للنظام اللي معمول به بالكون. من اللاحظ انه الاندماجات النووية للصير بالاتناء انه الاندذار النجوم ولادة النجوم. تلاحظ من بداية حد نهايتها انه اكو سببية انه كل شيء الى سبب مثلا يعني حرارة زاد ما لاخرين تعرضون اكثر انتم. اكو فد معظلة صارت انه الكون او الاندماجات هذي تسير بشكل عشوائي ام بشكل سببي. وهل انه الادلجة اللي تقدجنا عليها من طريقة فلسفة اللي صارت عدنا. انه كل شي سببي هو هذا السبب انه احنا احنا إذا نتذكر بشكل سببي وهو أما الكون فهو عشوائي أم شون رأيكم هذا الموضوع صراحة؟ حاول حضرتك حالي، وفيه طبعا ما فيه الشك، شق عشوائي وفيه شق سببي فيه كل الظاهر اللي بتحصل في الكون يعني لما تيجي تقول لي مثلا الاندماجات النووية فيه أنوية النجوم، هذه ليست عشوائية تتبع قوانين فيزيعية كمومية دقيقة نعرف إنها تعمل ونستطيع أن نختبرها في المعامل وبالتالي يعني بتقول إيه؟ بتقول إن لو الظروف اكتملت بحيث إن يحصل تفاعل نووي سيحدث التفاعل النووي إلى محالة وحينتج عنه مثلا ميلاد نجم أو شيء من هذا القبيل الجزء العشوائي بقى هو غالبا بتبقى الظروف التي تؤدي إلى ذلك يعني أجسام ماشية في الكون كده بصورة راندم عشوائية، تخبط في بعض وتعمل لك تفاعل معين، مش عارف إيه، فيه هنا جزء عشوائي الجزء العشوائي ده بيبقى غالبا عشوائي لأننا لا نعرف بدأ إزاي، فقام حاجة ماشية وبتخبط في حاجة تانية وممكن ما تخبطش فيعني دي بتبقى اللي هي الظروف العشوائية، ولكن القوانين الفيزيائية التي تحكم الظوهر التي نراها كلها قوانين دقيقة وما فيها عشوائية كلها تؤدي جايا لسبب معين، الميكانيكا كام بتقول حيحصل كذا، النسبية بتقول حيحصل كذا، وفعلا لما بنوجه التليسكوبات بتاعتنا للفضاء وبندرس هذه الظوهر، بنشوف إنها بتتحقق كما تتنبأ هذه القوانين، بس لكل حياتي، فيه فيه أمثلة تانية من العشوائية، يعني مثلا من الأشياء العشوائية إن عدد الكواكب المجموعة الشمسية 8، ده رقم عشوائي تماما يعني، رقم راندم كده تمام، كان ممكن يبقوا 15، كان ممكن يبقوا 20، هي جد بالصدفة كده، فيه مجموعات نجمية تانية، عدد الكواكب فيها 3، 4، 20، 15، دي أرقام راندم، ولكن مش عشوائي إن فيه كواكب، لأ، هكذا ما تحكمها قوانين، لها أسباب، معروفة، فهمت الفيرق بين الأتنين؟ بس فهمت عليك أني، بس أثناء نظرية البيكبانج إنه مصارت الانفجار، وإحنا حاليا، خلي نقول إن أحنا نمشي بنظرة البيكبانج، إحنا حاليا بحالة انفجار يعني، حالة إن شو أنه بحد الآن بعض الحالية المثبت للكلمة دي أوي بس، ماشي فاكدا ايش هي الكلمة صاري؟ انفجار. هي اسمها كده اه. بس هي ما يعني يعني هي اسمها كده صحيح بس لازل مراعين بردك انه ما فيش حاجة انفجرت يعني بالمعنى الداري. ما علينا اتفضل انا فهم حالك عن السلول. اتفضل كم جه. اه المهم اه في احنا حاليا بحالة توسع يعني. اه احنا اوكي. اه فهذا التوسع يعني اكيد انه اكو انه اه تفاوت تباين بالسرعة انه كل الادسام. فبالنهاية انه اكو سبب انه مثل هذي الجسم مثلا اصطدم بهذا الجسم لانه اكو سبب. هذا طاقة كانت اكبر. هذا طاقة يعني اضعف. يعني اكو اسباب بس احنا مثل ما افتهمت عليك انه ان العشوائية لانه احنا ما عندنا فهم كامل للامور اللي اه يعني اللي ده الدور يعني اللي بنفهمها راح تكون اكو فاد انتظام. صح لو اللي غلطة عني. اصطديق ابن زي ايه? انا خضر بحكي مثال صغير اوي. تعال تخيل معي وانت درست فيزياء وحتفهم من المثال اللي حقره لك ده. تخيل معي مثلا اه غاز جوه كونتينر. جوه بلونة. هذا الغاز مكون من مليارات المليارات من الجسيمات اللي طايرة كده راندم في جميلة جهات. لا تستطيع ان تتنبأ كل واحد من الجسيمات دي هيعمل ايه? ماشي في انا اتجاه. وهيخبط في انا حاجة. صح؟ لانهم كتير. وكل واحد فيهم كان ليه بدايات انت لا تعرفها. وبالتالي هنا فيها عشوائية. ولكن نظرا لانهم كتير. هناك قوانين بتحكم تصرفهم كغاز متكامل. اللي هي قوانين الديناميكا الحرارية. كويس? فهمت الفرق بين اللي بين الحاكتين ولا الشواخت بينك? انا لا لا. واضح جدا 100% اه طيب دكتور معتز او دكتور سامر اي احد اه منكم ايجي يجاوبني اه في في شغلة اه انه اثناء دوران المغزل المغزل الالكترون اه يتولد مجال كغربائي. اه مجال المغناطيسي سوري. المجال المغناطيسي اه هو اللي خلي نقول اعتقد يعني يعني قراءاتي معرفية قراءاتي العربية معرفة انه صادقة او كذبة. انه المجالات المغناطيسية هي اللي اه اه تحفظ التوازن الذري يعني ما بين النواة والالكترونات. طيب هذي 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 القوة المجال المغناطيسي هل هي قوة خفية ام ام اشي ام هي هم هي ضرب مركزي او 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 اشي او قوة دافعة? لا 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 لا. الاتزان الذرة له سببين القوة الكهروستاتيكية ما بين النواة وبين الالكترونات اللي هي قانون كولوم العادي خالص وقوانين ميكانيكا الكمي. الاتنين مع بعض. واحدة في هم ما تنفعش. لو قلنا ان القوة الكهروستاتيكية هي الوحيدة التي تحفظ الالكترونات في مجالها سيصبح ان هذه الالكترونات ستفقد طاقتها بعد شوية وتنهار الزرة. ميكانيكا الكم هي اللي بتحكم ذلك. وتمنع الالكترونات من تغيير المدارات بتاعتها او من تغيير الحركة بتاعتها حوالين النواة. المجالات المغناطيسية اللي حضرتك بتكلم عليها. نعم بتفرق بتعمل تعديلات على مقدارات الطاقة بتاعت الالكترونات ولكن هذه التعديلات هي يعني مش عارفة اوضحها ازاي. يعني لو شلتها الزرة مش هتتغير كتير. هتتغير اختلاف خفيفة لكن ستتظل موجودة برضو. واخد بالحضرات هي مهياش لوحدها اللي بتعمل هذا التأثير. دكتور ايش تنصحني اخر شي انه اقرع بخصوص هذا المروء يعني المجالات المغناطيسية اللي القوى النووية ضعيفة. القوى النووية ضعيفة يعني القوة النووي ضعيفة والمجالات المناطسية اللي تكون اللي تحفظ خليموا التوازن در اللي يصير حسنا انت عايز انت ما بتحفظ التوازن قوي بس يعني انت عايز تدرس بالتفصيل ولا عايز تقرأ قراءة عادية كده قراءة غير متخصصة لا 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 انا عاجز انا احب انه ادرس بشكل انه يعني اوصل للحاجة الاولى بما تقول هي ماكو حاجة اولى حاليا بس يعني بالرياضيات ولا من غير لا طبعا بالرياضيات اوكي ماكو مشكلة يعني خلاص يبقى انت كده بتتكلم على الكتب الاكاديمية بقى هناك كتب كتيرة جدا بتشرح الكوانتن ميكانيكس من الصفر من الكتب المشهورة الكتاب بتاع جريفث كوانتن ميكانيكس ده اللي احنا ندرس به بنجامع عادة انا دايما بنصح الناس اللي عايزة تتعلم فيزياء بالتفصيل على في وقتها على ينظر عن تايم يعني ان هما يتدوروا انلاين حيلاقوا فيه ويبسايت وطيف جدا اسمه how to become a good theoretical physicist كده بالحرف how to become a good theoretical physicist لو عملت جوجل حيطلعلك اول واحد الويبسايت ده عامله جيرارد تووفت اللي هو حاصل على جهزة نوبل في الفيزياء في السبعينيات وهو مجمع فيه كم كبير جدا من الـ online resources free online resources كتب رياضيات على كتب فيزياء على كتب فيتاف كل المجالات الفيزيائية اللي ممكن تتخيلها فلو حريك رحت الموقع ده وبصيت في الكتب بتاعته بتتنزلها واحد واحد هتدرس فيزياء لوحدك وشو بقى انت عايز توصل لقد ايه زي ما انت عايز يعني اي مستوى انت عايز توصله رجل ملامم كتب من مستوى سنوي لغاية مستوى الدكتورات لاممهم كلهم وحطتهم في ويبسايت واحد طيب اه شكرا دكتور سيفت الموقع او شكرا على ساعة صادرك طبعا وان جدا سعيد يعني بهذا الشرفت يا شرفت يا فان اهلا وسهلا طيب خلينا بس ناخد دكتور علشان في مضايا لخمسة وردين دقيقة بس في عندي سؤال عن كيف يعمل المايكروويف بشكل سريع المايكروويف بيعتمد على انه اصدار موجات في من المايكروويف جهاز صغير بسلمو الماقمترون هو بيكون بإصدار موجات كهرومغناطسية في نطاق معين محدود اللي هو بنطاق المايكروويف هذا النطاق بيسمح للموجات الوارد الصادرة منه انه يجعل ذرات الماء في المادة او في الطعام يعني الموجود عندك انها تهتز لما تهتز بتولد حرارة وبتسبب بهذه الطريقة انه الاكل يتم طهوه هل في خطورة على هذا الموضوع الحقيقة احنا بنتحلط لموجات المايكروويف 24 ساعة في اليوم زي ما انا حكيت في بداية الروم ففعليا نفش اي تأثير المايكروويف موجودة من الخمسينات فحتى الان يعني في عليها ارحاث كثيرة بالنسبة لهذا الموضوع نفش اي خطورة منها على الاكل او انها ممكن تسبب مشاكل لكن جودة الاكل بتطلع من المايكروويف تعيسة يعني اذا كنت انت مضطر انك تعمل اكلك في المايكروويف يعني انا انا بتعاطف معك اكل مش مش مطلعش ممتاز لكن للتسخين وللاشياء البسيطة اعتقد ان المايكروويف يؤدي القرض بشكل ممتاز وسلامتكم هذا هو بالنسبة المايكروويف السؤال الثاني كان اتكلمنا عنه اللي هو بالنسبة للبي انجونكشن اللي هي في الدايود واصلا موجودة كمان باماكن اخرى في سؤال من فري توك عن المفاعلات الصغيرة اتكلمنا عنه اعتقد غطينا هذا الموضوع في سؤال عن سؤال حول سرعة الضوء شو القصد من سنة ضوئية وكيف يتم حساب سنة ضوئية اي السنة ضوئية هي المسافة اللي بيقطعها الضوء خلال سنة بس وهي صارت يعني كمية معرفة انه الضوء اللي هو سرعة معينة بيقطع فيها مسافة معينة خلال زمن معين اذا اخدتي هذه المسافة على مدى سنة بيكون عنا الوحدة القياس للمسافة اللي اسمها سنة ضوئية هي المسافة اللي بيقطعها الضوء خلال سنة يعني احنا متكلم عن مسافة مش عن سرعة مش عن اي شيء تاني بنتكلم عن مسافة يعني زي الكيلومتر والمتر والسنة الضوئية اعتخد هذه الاسئلة اللي عندي انا في الباك شانل اذا فيه اشي فات علي لا انا ما قليش حاجة فنكمل مع الدور على الاستاذ جمال جمال خلف اعتقد جمال اه مساء الخير جميعا احنا نسخ عندي سؤال متعلق بمعادلات الماكسويل والموجات الكهرومغناطيزية من خلال دراسة الموجات الكهرومغناطيزية ومعادلات الماكسويل نستطيع اثبات بان المجال الكهربائي والمغناطيزي في دوام التعامل نعم ما السبب وهل وهل القوانين الطبيعي يسمح بوجود موجات كهرومغناطيزية ما لم يتعامل المجالي لا لا معادلات المكسويل مع المعادلات تحتم ان الاثنين لازم يكونوا متعمدين على بعض اذا ما السبب هو المعادلات بطول كده ما فيش سبب زياد بس هي كمان الرصد هيك كمان مرصود احنا بدي قدر نعمل لا ده موضوع تاني ده دوران المحاور انا بكلم على تعامل المجال الكهربائي بالمجال الكهربائي دايما لازم يكون موجود لازم ده 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 حتمية في في معادلات ماكسويل لا يفترض وجود مسبب او وجود ككاتفي specifically من الاداول المجالين نعم ما هو ده التفسير او انه اكتفي بالمعادلات الا الرياضية ما مافيش تفسير اقدر اقولك بالكلام هيه المعادلات الرياضية بتحطل ذلك دي عاملة زي ما تقول ايه والله هي واحد زي واحد بتسوي اثنين ما هو الفيزيائي مفيش تفسير الفيزيائي هي واحد زي واحد بتسوي اثنين ما فهمه انخباه لك فمعادلات ماكسون انت عندك معادلتين فيهم. معادلة فاردي ومعادلة أمبير. الاتنين عشان يتحققوا مع بعض في نفس الوقت. لابد أن يتعامد المجال الكهربائي للمجال المغناطيسي. لازم. ما ينفعش واحد فيهم يبقى بزاوية مختلفة. وإلى واحدة من هذه المعادلتين حيبقى الغلط. طيب دكتور شكران. عندي سؤال ثاني متعلق بالزوء ده. ليش الزوء ينكسر؟ يعني من ينتقل من وسط إلى وسط آخر أكثر كثافة. يعني اختلاف بالميديم يحدث انكسار في الإشعاع الضوئي. آه. آه. لأن أشوف. هي يمكن دي تاخد شوية شرح. لأن لما بنجي نحسب مرور مجال كهربائي من ميديم لميديم تاني. بنجد أنه آه البومدلي كونديشنز. ما بين الميديم ده والبيديم ده. بتحتم انه المجال الكهرومغرافيسي. الazed blev أفقية بتاعته الموازية للسطح تقل ولكن الbulز بزيد. وبالتالي عشان تحافظ على اتجاه الفيكتور وتحافظ على قوانين الكهروماناتسية لابد ان يتغير الاتجاه لان انت جيبت روح تمأثر ناحية ومثبت التانية فالاتجاه لازم يتغير عشان خاطر الفيكتور يبقى يعني زي ما هو في حانة انتقال من ميديم لميديم دي جاية من ما بين الاتنين يعني معناها السطح طبيعة السطح ما بين الجسم ده ما بين الميديم ده والميديم ده هتقول لي طيب ليه كده برضو عشان خوانين ماكس والتحطم زيانك احنا بقدر نستنتج هذا الانكسار من معادلات ماكسول بصورة مباشرة طيب دكتور شكرات هل الكوانتم علاقة بانكسار الضوء اين تفاعل الضوء مع الذرات والالكترونات هل الكوانتم علاقة بالانكسار لا لا هنا ما بتظهرش ظاهرة الانكسار دي خالص ظاهرة الانكسار دي بتيجي لان انت بتدرس الضوء كطبيعة كهرومانسية كطبيعة الموجة نفسها مش كطبيعة التعامل الفوتون مع الجسيمان بمعنى ان الضرات ممكن تكون اي نوع من انواع الضرات مش هتفرق معي شكرات جزيلة عفواني فقط معلش شوان عند سؤال او سؤالين فقط متفضل هو ممكن يبقى فيه زي مكان من غير مادة او طاقة اه طب فلات فلات امتي سبيستايم فلات امتي فلات ككونسفكت يعني من كاوت لا مش كونسفكت زي حجب مثلا لا زي دلو زي اي فلات سبيستايم بدون مادة او طاقة المشكلة لا بلاش فلات شعال خلفية كونية وتقلبات الخوائق لا 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 ال�� abrir موجودة بغض النظر على موجود المادة فيها ولذلك لما تيجي تدرس نسبه عامه بتدรس المفروف الاقتصاف الواقع و مختلف عن العادية ici المفروف الاقتصاف الوفاقع المفروف الاقتصاف اليسام temporarily بتكون عن زي ما كان خائل تماما من المادة. بس دي في ازا نظرية صح? لا. ليه? ازا ما كان خارج البلاك هول خالي تمام من المادة. المادة موجودة جوة البلاك هول. لكن برا البلاك هول. فاطح. بيحصل بيحصل التحدب لازا ما كان وكل حاجة. ما فيهاش نظري خالص. دي حاجة واقعية تماما. طب شكرا. انا هو سؤال تاني والسؤال ده انا متودد فيه شوية. فاطح. اه. الكون بدأ من مفردة. تمام? تمام. اعلم. فيه مفردة. كمان اعلم. تمام. اه. لا خلي بالك. دول من نوعين مختلفين من المفردات. طب بس قبل ما تسأل السؤال وما تخلطش بينهم. متفردات المفردات اللي هي. مش مهمس. ما زي ما نتسميها. لكن دي حاجة ودي حاجة تانية. ولكن خصائص مختلفة. ها? ولكن خصائص مختلفة. حاجات تالفة معرفة. لا. لا. فيه وفي الجوة الجوة البلاك هول. اللي في بداية الكون اذا خصائص مختلفة. طب طيب انت كده اردت اعصالها بالمسألة. بس انا اعصاله عن مدى. طيب. يعني هو مركز السوق بالاسود يعني بيتبخر بالاشعاء هوكينج. لا. المفردة اللي بدأت منها. اما ليه? مش المركز. السوق بالاسود كله جي تبخر. الكاقة بتاعته كله. الكدلة بتاعته كلها بتتبخر. ده صحيح. بوفق الحدث بكله صحيح. بكله على بعض اللي هوفق هازي يقضي شرينكي 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 بينهم. عشان ما نعارف انت ماشي في انت جاه. انت هتخلط بين الاثنين يبقى هتصل لاستنتاجات ملاش علاقة ببعض. دي خصائصها مختلفة عن دي. ودي لا يمكن تكون دي. دي حاجة ودي حاجة. قصد دانا كانت سؤالي كان في مرور ما اي اللي هو طبيعة الوسط حواليني المفردة اللي بدأ منها كون كانت عاملة ازاي? نحو بزا. بقى انت كان وصلتلي بقى. مفيش وسط. وسط ايه? سكنا منتكلم على بداية الكون. فين الوسط. عشان ده المكان. هو كون كله كان مفرد. او كون المنظور ولا نقول عشان خاطر نبقى واضحين. ما نعرفش الكون الغين منظور طبيعته ايه. لكن الكون المنظور كله بدأ من مفردة في الاول. والمفردة هنا ليست مفردة مكانية خلي بالك. دي مفردة في حالة دنسة من. ولكنها ليست مفردة مكانية. لكن المفردة اللي بداخل السوق بالاسود مفردة مكانية. ده من نوع تاني. تمام هو. بس طوحات جديدة على شوية. بس انا ادور عليها. ايه. ايه. دور على سبايشل سنجلارتي وتمبرال سنجلارتي. للاثنين مختلفين وخوصون مختلفة عن بعضها. ولا نخلط ما بينهم. تمام. استلصار سباير. هو الكون. انا سمعت عبدا كده فيديو انه هو ممكن يبقى لانهائي. اه. تكون غير المنظور تحكي حد ادنى مئة مليون داع في الكون بتاعنا. ففعلا ده ممكن. انا هو لانهائي. وارد ده. بس احنا فعليا ما بنعرف. صح يا دكتور. احنا فعليا ما بنعرف. ده صحيح. ولكن كل المعادلات بتاعتنا بتقول ان الكون فلات. فلات فلات. يعني ما هوش فلات وكمباكت. مثلا لا فلات فلات. معادلات بتاعتنا حتى لحظتنا هذا بتقول ان الكون المنظور فلات. اذا لو مديت الخطة على استقامته. الفلات لازم يمتد لما لا نهائي. ولكن ايه لا نعلم? فعليا. لكن المعادلات بترجح ذلك. ولذلك لما نيجي نشتغل فيزيو نظرية بالمعادلات بتاعت المعادلات الكونيات. بنفترض او بنتكلم على فلات انفنت يونيبرس. تمام طب اخر سؤال بقى كده خلصت خالص. فاطل. اه في نموذج فيه تلات نماذج واحد منهم بعي خاص بالتداد عظيم. ويكون عينتهي بمفردة زي ما بدأ منها. تمام اللي هو البيكرانش. ايوه البيكرانش بالزبط. او في النموذج. سيدة ماركة الانتروبيا. يعني. ايوه. صح? هتقل بقى. اه. بص هو ما فيش سؤال قطعي في هذا الموضوع. بس فيها بحث كتير اتعملت في هذا الموضوع. وهناك ميكانيزمات مفترضة. من الممكن ان الانتروبي فيها حصل لها تتسفر. تبتني من الاول وجديد. او انها تستمر في الزيادة. ولكن مش حجرة حاجة. ما تستمر في الزيادة. ما لانها هي حجرة يعني. لكن هي بيبقى فيه كنترول عليه. فآآآ ممكن لو عملت بحث عن حاجة اسمها آآآ. او لا. انت بحث بحث على انتروبيا. ممكن تعمل بحث على انتروبيا. في حاجة اسمها الانتروبيا. وهو فرضية ان الكون بانفليت بقى له عددها نهائي من الثنين يعني. في في جميع هذه الاحوال. هناك ابحث عن موضوع الانتروبيا بالذات. هل هي مقطوع بها؟ لا. ما فيش حاجة هنا مقطوع بها. وخصوصا انت بتتكلم عن الكون كله. الانتروبيا ظاهرة لوكال. زيها زي كل قوانين بمعنى ايه لوكال. نحن نعلم انها تعمل في الانظمة المغلقة الصغيرة. احجامها الزيارة. سكيل سوير. فيلي لوكال سكيل. اللي بيحصل على مستوى الكون كله. حقيقة لا نعلم. بل بالعكس هناك ان قانون بقاء الطاقة نفسه. في مشاكل على مستوى الكون كله. وقد يكون غير متحقق. ايه رائعك بقى في اللخباطة تيه? اه. احطي لك دلوقتي لينك لطيفة كده. اه. انا الحقيقة لسه مشارها النهاردة على فيسبوك بتاعي. فممكن احطها عشان تقرأ فيها حتة زيادة في النقطة تيه لان هي فعلا الموضوع. يعني ناس كتي بتتكلم عن قوانين الديناميك الحرارية. سوى الاول او التاني على انه شيء مسلم به. ولكن لما تيجي الطباقة على الكون كله ستجد مشاكل رياضية قد ينجم عنها افتراض او نتيجة اني هزيه القوانين غير متحققها في الكون كله على بعضهم. انا حطي لينك دلوقتي فوق. طيب. اه. نمشي في الدور. طيب علي الساعة. انا اتف تاني. لا اتفضل. اتفضل. وصلا مش فاضل حد. يعني اصلا. انا معلش انا عايز اخد البستاذ امين لان هنقفل الروم كبير خمس دقيقة. طيب. احطي لك اللينك. واستاذ امين اتفضل ايفانك. شكرا جدا. بس انا طمع شوية انا عندي السؤال بس. لا انا عندي اسئلة كتير جدا. وما له ايفانك احنا هنا كل اسبوع. وكمان يوم السبت. تمام. تمام. كتاب حضرارك عارفوا بتاع شرودينجر عن رمال حياة. في حاجات فيزيائية. هو انت عارفوا ان ده فيزيائية طبعا. في حاجات الفيزيائية مش مفهومة. وهو ما وضحهاش كويس في الكتاب. ينفع حضرارك تخصص لنا مسلا من وقتك مرة نتناقش في الحاجات دي. لان صراحة الجانب الفيزيائي في الخلية بيقول لنا لا ده في خالق يعني او في حاجة مختلفة. يعني حضرارك شوف الكتاب اكيد. بمعنى حاجة بسطة جدا من ضمن الاسئلة. عدد معين من الزرات جوه الخلية بيقوم بعمال. لو في الوسط العادي. خارج الخلية. لا العدد ده مش هيقدر. ومحتاج عدد مضاعب بشكل كبير جدا. طب ايه الاختلاف هنا? هل في مصمم كان بيخلل العدد ده جوه الخلية. يكون مختلف عن عدد برا الخلية. في اسئلة فيزيائية كتير جدا. اعتقد مكان سهو عنده وقت اشرحها. ممكن تخصص وقت الكتاب ده لو تسمح. بس الخلية انت دخلت في مجال البيوتر. انا اسمح لي بس هل تفضل يا هيكو دستان؟ كنت عم باتكلم انه لما نتكلم احنا على مستوى الخلية. احنا طلعنا على مستوى كتير اعلى من مستوى الفيزياء الجزيائية مثلا. وكان الموضوع اله علاقة بيعني الطريقة اللي بتعامل فيها. تنساش انه في عمليات بيولوجية بتحكم. دكتور مالش? نصر بعمل نتكلم عن. هو شرودينجر فيزيائي. والقضايا اللي احن عايزين ننقشها في كتاب ده قضايا فيزيائية. احنا مش هننتكلم في بيولوجيا لكن هنكلم في الفيزياء. ليه الفيزياء كوالخلية بتختلف. ليه قوام الفيزياء بتختلف. ليه في حاجات كتير بتختلف. انا عارف ان مش هصدقه بالوقت. بداخل الخلية انت مش عم تتركها بس للقوى الفيزيائية الطبيعية. انت في اشياء عمالها بتأثر على الموضوع. عندك عمليات بيولوجية زي ما حكينا وعمليات كيميائية اللي هي اصلا ترجع للفيزياء ولكن هي اعلى من مستوى التفسير الفيزيائي البسيط لانه انت في شيء عماله بيدعم هذا الموضوع. يعني عندك انت وسط قلاوي مثلا هو اللي بيسبب اشياء معينة. انت بتتكلم الان بالكيميا. الكيميا هي اللي بتحدد فيه مثل هاي الحالة. فممكن ترجع تشرحها بالفيزياء لكن تشرحها هيكون معقد جدا 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 لك رح تدخل تحل من اللي احنا عملناها على مدى التاريخ. فلما نتكلم احنا عن الاشياء البيولوجية. الافضل انه جماعة اللي يتكلموا في الموضوع. مش جماعة الفيزياء. لان جماعة الفيزياء رح يحاولوا انهم يرجعوا لك الى القوة الاساسية. وطبعا هون رح يكون خارج النطاق اللي هم مراكزين في. انا بس هده وجهة نظري يعني فبحترم طبعا انك انت حابب انك تجاهل الفيزياء. يعني انا قرأت الكتاب زمان قوي ومش بتذكر تفاصيله. بس اعتقد فعلا ان الموضوع خارج نطاق تخصصي بالذات انا. فيمكن لو قدرنا نجمع عدد من الناس المتخصصة في هذه المواضيع بيمكن نعمل روم في هزا الموضوع. وبرضو روم من روم من في النادي بتاع حضرتك لو عملتها ودعتنا اكيد حينيجي ونحاول نشارك في الحواري. تشرفني اتمنى يعني مش الموضوع فعلا بيصير اسئلة كتير ومش بنلاقي يعني مسلا حضرتك بتقول الموضوع انت متخصص في فيزياء ومضوع برضو معاقل عليك. بالنسبة الانسان العادي يعني زيان بقوله بالبعض بيدرب اخمات فاس داس بيبقى مش عارف يفكر ازاي. اهو مش مسألة تعقيدة ايه مسألة انه خارج نتاق تخصصي بس يعني الموضوع محتاج تكيره. بعدين خلي بالك برضو يعني واحد زي شرودينجر انا مش عايز افتي من غير ما يكون درست الموضوع. بس هو كاتب الكلام ده من مئة سنة. احنا برضو عايزين الناس تقول لنا حصل ايه في المئة سنة دي? ممكن تعلمنا حاجات ما ممكن نعيد قراءة الكتاب والحسن الكتاب ده ممكن يعني في حاجات لأ لازم تتغير وفهمنا لها وادراكنا لها تتغير. ده السؤال. انا بتمنى مع حضرتك نعيد قراءة الكتاب. اي وقت نسبك ممكن نرتب مع بعض. واتلاب عندي مفشوح لحضرتك في اي وقت. اتمنى يعني. ده طلب من السؤال يعني. مشكلة الرماد بتاعت حضرتك يا سيد امين انها متأخرة بالنسبة لي. لا لا لا. عشان حضرتك نغير المعاد. لو حضرت اي وقت نسبك نعمل معاد مخصوص الكتاب ده. لان كتاب ده فعلا اعمل لنا علاقة كتير ومعناس كتيرة. فاتمنى اي وقت نسبك نحاول نعيد قراءة الكتاب بشكل فيزيائي. اتمنى. ان شاء الله يفهم. اشكرا جدا. شكرا جدا. طيب انا اشكر دكتور ثامر. واشكر جميع اللي هشرفونا في هذه الروم. احنا بنغلق بعد ساعتين. اناوه وافكر كل الحاضرين انه هذه الرومات مسجلة. تجدونها في الريبلاي بتاع نادي منتقى العلوم. ادعوكم لتجوين النادي. ومتابعة علشان يجيلكوا اشعارات. للمرة التوضيح برضو ان احنا الروم دي بالزاد بنعملها كل يوم خميس ساعة ناشر بتوقيت نيويورك. وهناك روم اخرى مشابهة بنحضر فيها برضو كلنا. بتكون يوم السبت بنفس التوقيت ساعة ناشر بتوقيت نيويورك. ده بالاضافة لأحيانا الرومات بنفتحها في مواضيع محددة. يعني هتجدوا عندي مثلا رومات كلمنا عن السوق بالاسود. رومات كلمنا عن البيك بانج. رومات كلمنا عن الاكوان المتوزية. والشيء من هذا القبيل. شكرا للجميع. وسيتم اعلاق الروم في الخمس ساعة القادمة. شكرا يا دكتور معتاز. وشكرا لكل اللي حضروا معنا. زي ما حكى الدكتور ما تنسوا انكم تنضموا للنادي. عشان الاشعارات توصلكم. يعطيكم الف عافية.